يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تليفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شهد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر كل السنة وحضراتكم طيبين خلاص فاضوا يومين ونودع سنة 23 ونستقبل عام جديد إن شاء الله يكون عام سعيد علينا كلنا في هذه الأيام تحديداً الكل يتكلم عن فكرة الحصد إيه اللي حصل في 2023؟ إيه أهم الملفات اللي ركزت عليها مصر؟ إيه أهم الإنجازات كمان الفريقة على كل المستويات؟ الحياة أنه الأحداث اللي بتحصل في قطاع غزة والدور المصري المهم في دعم القضية الفلسطينية بيكشف حجم الجهود العظيمة للدبلوماسية المصرية خصوصاً أنه مصر استضافت في أكتوبر من 2023 قمة القاهرة للسلام واللي كشفت للعالم كله حجم الجرائم الإسرائيلية اللي بترتكب ضد المدنيين في غزة وبناء موقف دولي داعم للقضية الفلسطينية خصوصاً أن هذه القمة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكمان قادة وممثلي 34 دولة و3 منظمات دولية وإقليمية وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأيضاً جامعة الدول العرب صحيح شازلي حيانو هذه القمة تحديداً قمة القاهرة للسلام بجانب أنها خلت مصر أو مصر وضعت العالم أمام نفسه وكمان يمكن مصر الحياة قرارها الصارم والرشيد تجاه القضية الفلسطينية أيضاً فتحت مصار لاحتوى التصعيد وفتح مصارات إنسانية لدخول المساعدات لقطاع غزة وبعد كده كمان نجحت الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهدنة مؤقتة وهي هدنة الأيام السبعة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والحقيقة أن مصر ما زالت مستمرة في جهودها للتوصل لهدنة طويلة أو وقف كامل لإطلاق النار مع الحرص على تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال كل الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بكل تأكيد ولو نتكلم عن ملف آخر من الملفات اللي حاضرة فيها الدبلوماسية المصرية وبقوة هو الملف السوداني القاهرة استضافت في يوليو من عام 2023 قمة دول جوار السودان ونجحت في توحيد مواقف دول الجوار تجاه أزمة السودان خلال القمة طبعا اتفق القادة المشاركين فيها على تشكيل ألية على مستوى وزراء الخارجية لوضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال في السودان والتوصل إلى حل شامل للأزمة وده طبعا من خلال إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقين كل الجهود دي بتعكس المرتكزات اللي بتقوم عليها السياسة الخارجية المصرية واللي بتتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول أيضا الحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها لأنه ده هو حجر الأساس في تماسك الدول واستقرار القرار الوطني زي ما احنا كنا نتكلم مع حضراتكم عشرين تلاتة وعشرين كان عاما مليئا هي بالأحداث الكتير جدا الأحداث السياسية والصراعات اللي موجودة حوالينا إن كان كمان الكوارث الطبعية اللي حصلت في دول كتير جدا زي ما تبعنا على مدار السنة كان فيه أحداث كتير جدا جدا ومصر كان لها دور كبير جدا الحقيقة في كل ما يحدث حولنا إن كان صراعات سياسية أو حتى كوارث طبعية والنهاردة هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن حصاد الدبلوماسية المصرية الجهود الكبيرة اللي قامت بها مصر فيه عشرين تلاتة وعشرين مرة تانية منصبح على حضراتكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير مصر النهاردة خلنا نروح للميا ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات يا لميا صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان مشاهدين خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد كمان في شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق ومتوقع طبعا سقوط أمطار خفيفة للمتقصطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وقد تمتد من مناطق من القاهرة الكبرى وده هيكون على فترات متقطعة درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 25 درجة أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة ونتابع مع حضرتكم التقص بالتفصيل بعد شوية صبح على حضرتكم مرة تانية وكاعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح ومن أهمها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهنية القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي دعين الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطى لاستكمال مسيرة العمل والتنبية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودمام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت مبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل بمقرر الحكومة في العاصمة الإدارية السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات أشار إلى العلاقات التاريخية اللي بتجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي بعتبرهم طبعا من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية اللي عرفتها البشرية تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير مهمة حصلت مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي دعين الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاء لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار إن بارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقار الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة وده بمناسبة انتهاء مهام عمله وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات منوها بالعلاقات التاريخية اللي بتجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبرهم من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية اللي عرفتها البشرية في ذات السياق ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار ألية التعاون الثلاثي مع الأردن مؤكداً اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانت اللي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي امبارح استقبل مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة طلاب مدرسة النيل بمدينة 6 أكتوبر اللي قاموا بجولة في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة واخلال جولتهم بمبنى مجلس الوزراء تم تقديم شرح وافي للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات حضارية مخططة وأيضاً توفير فرص للعمل والاستثمار كما تمت الإشارة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومخططها وأهم مكوناتها اللي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفذها واللي بتشمل الحي الحكومي وعدد من الأحياء السكنية والمنطقة المركزية للأعمال اللي بتضم 20 برج منها البرج الأيقوني ومسجد مصر والكاتدرائية ومدينة الفنون والثقافة وغيرها من المشروعات المهمة أيضاً تم استعراض شبكة الطرق اللي بتربط العاصمة الإدارية الجديدة وأهميتها في الإسراء بتنمية هذه المدينة إمبرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية التقى الفريق ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي وداخل الزيارة الرسمية لدولة فرنسا تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع تأكيد الجانبين على فتح أفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية أيضاً تضمنت الزيارة قيم قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التبع لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة بعث وزير الداخلية لواء محمود توفيق برقية تهناء للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ودع وزير الداخلية في البرقية الله جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية وأن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاء للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموح وأكد وزير الداخلية في البرقية أنه سيظل أبناء مصر ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته كمان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي عشرين أربعة وعشرين وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي أمس إن إجمالي عدد المتقدمين أكتر من خمسين الف طالب كمان فعليات المؤتمر تضمنت الإعلان عن الضوابط والمعايير اللي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة صرح علمي أمني وتدريبي متفرد يقوم بإعداد ضباط الشرطة علميا وبدنيا وقل لأحدث البرامج لمواجهة التحديات الأمنية مزودين بالقيم الأخلاقية والانضباطية في هذا الإطار اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية بهدف انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بدنيا وصحيا وعلميا ورياضيا تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقدرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للتحاق بها الطلاب الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول هم من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج وخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية وخريج الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية خضعوا جميع الاختبارات علمية وبدنية وصحية تؤاهلهم للالتحاق بكلية الشرطة مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائج خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقاً للأعلى في درجات الاختبارات ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري يمثلوا الطلب الجدد كافة المحافظات واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفاعلية مكنتهم من الانضمام إلى هذا الصرح العلمي الأمني المتفرد مالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على السنوية العامة أو ما يعادلها واللصانس في الحقوق زكور وإيناس وبكريوس التربية الرياضية إيناس والمؤهلات الجمعية زكور وإيناس عدد 53.154 وصل منهم لكشف الهيئة 12.962 والمستهدف قبوله منهم 2950 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على السنوية العامة أو ما يعادلها 5521 والمستهدف قبوله 800 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على شهارة الليسانس في الحقوق زكور وإيناس 5017 والمستهدف قبوله 1550 عدد المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهارة البكريوس في التربية الرياضية إيناس 400 طالبة والمستهدف قبوله 50 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين زكور وإناس 2024 والمستهدف قبوله 500 وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلية حول إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة على مدار فترة دراستهم إلى أن يصبحوا مؤهلين عقب تخروجهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق والتربية الرياضية ذكور وإناس والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية هي فرصة للمقبولين لتحقيق حلمهم للتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتفرد يصبح حماة أمن هذا الوطن الاختيار تم بكل حيادية وموضوعية ووفقا للضوابط المعلنة عبدالله بركات التلفزيون المصري أما بالنسبة لأبرز أكبار المحافظات في بني سويف تم تسليم 1421 جهاز تعويضي لذوي الهمة من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية في محافظة إسكندرية تم إطلاق فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الحرامين في المنتزة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ومسكندرية نروح للمينيا وفي المينيا تم استلان دفعة جديدة من المعدات لدعم مانظومة النظافة في مراكز المحافظة أما في أسوان فتم فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 وآخر معادل التقديم هيكون يوم الخميس 18 يناير اللي جاي تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى في السياقات التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في بني سويف أعلنت مديريتي تضامن الاجتماعي عن تسليم 1421 جهاز تعويدي لذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز المحافظة وتم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعيات أهلية في الشرقية أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية استهدفت 5000 طالب وطالبة ومعلم بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وده في إطار تنفيذ سياسة التوعية لدى النشأ بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتوعية بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية وتداعيتها في الإسكندرية أطلقت المحافظة قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثاني المنتزى ضمن فعليات المبادرة الرئاسية ميتيوم صحة واللي بتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة خاصة في الأماكن الأشد احتياجاً مع وصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجاً في جامعة سهاج تم الإعلان عن إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة 6 أسرة وأخرى لأمراض النمو للأطفال الردع بقوة 4 أسرة وده بالمستشفى الجامعي القديم وبيتم التوسع في إنشاء العنايات المركزة بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية في بورسعيد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة بنسبة وصلت 95% وجار استكمال باقي الأجهزة الإسبوع المقبل في المينيا شهدت المحافظة استلام دفع جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت سبع لوادر ساعة 2 متر مكعب للاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضى المواطنين والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الوقت والجهد فأسوان أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 حتى يوم الخميس 18 يناير المقبل على أن يتم تلقي الطلبات بمقار الإدارات الاجتماعية في نطاق السكن لكل أم متقدمة للاشتراك وفقاً للشروط المنظمة ولن يتم استلام أي ملفات بعد هذا التاريخ في الغربية أكدت مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذ 2296 مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الغربية منذ بداية العمل في النشاط إلى الآن وبتعمل مشاريع التمكين الاقتصادي على الحد من البطالة بما يتماشى مع خطط التنمية اللي بتشهدها الدولة في شتى المجالات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً لكن بالوقت نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقراتنا في صباح الخير مصر استنون بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وماء للحرارة على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء كمان فيه شبورة مائية الصبحة وممكن تبقى كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق ومتوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسينة وخليج السويس ومدن القناة وقد تمتد المناطق من القاهرة الكبرى وده هيكون على فترات متقطعة خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حدث الجوة النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلاني بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ الأمية وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فنس أهلا بحضرتك وطمينين عن حالة التخص خصوصا من الأيام اللي فاتت يعني كنا متعرضين لظواهر جوية كتيرة ومختلفة على مدار اليوم بالفعل يمكن بعد التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي شفناها أمس وأول أمس في معظم محافظات الجمهورية واللي كان معها طبعا أمطار متفوتة الشدة وكانت أجواء شتوية بامتياز في معظم المحافظات اليوم طبعا متوقع أن المنخفض الجوي اللي كان بيأثر علينا بالأمس وأول أمس يبدأ يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويكون تأثيره على بلاد الشام ويبدأ يحل مكانه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا فبالتالي اليوم هيكون فيه تحسن نزبي في الأحوال الجوية بشكل كبير فرص وثميات الأمطار وكمان مناطق سقوط الأمطار هتقل عن أمس وأول أمس وهتبقى موجودة في بعض الأماكن وهتكون كمان الأمطار غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية هتراوح ثميات الأمطار أمطار خفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من ثلاث جبال البحر الأحمر أغرب المدن المطلة على البحر الأحمر كمان أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط بعض الأماكن من سيناء بعض الأماكن من خليج السويس مدن القناع وفيه فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة تتجاوز إلى 20 أو 30% لكن بنأكد أن هي بقيتها حاسما كبير هللاحظ كمان زيادة فترات سطوع الشمس عن أمس وأنبأ وأول أمس فبالتالي ده هي خلينا نحس بالدفقة أكتر بالاستقرار في الأحوال الجوية العظم على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون 22 درجة مقوية فبالتالي تعتبر درجة حرارة كمان أعلى من المعدلات الصبعية أجواء شسوية معتدلة ودفية تماما خلال فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظاهرة على القاهرة الكبرى والوكه البحر السواحل الشمالية شمال السعيد أجواء مائلة للحرارة على جنوب السعيد وجنوب سنة ده فترات النهار فترات الليل مع غهاب أشعة الشمس هيكون تنخفاض ملخوص في قيم درجات الحرارة وخاصة في وقت الفجر ووقت الصباح الباكر لو قد زي درجات الحرارة الثورة تنففت بشكل كبير بتوصل ل13 درجة مقوية على القاهرة الكبرى فأجواء باردة إلى شديدة البرودة في فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الليها ظهير فحراء وبشكل كبير المدن الجديدة لأماكن المفتوحة وطبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية وتواصل عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة يمكن اليوم موجودة بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الشابورة المائية الكثيفة اللي بتوصل لحد الضباط يعني صفات كبير في الرؤية الأسقية أقل من ألف متر في بعض الأماكن والشابورة المائية دي مع التكونها الكثيف بيكون في ساعات الليل المتأخر تقريبا 3-4 الفجر تستمر معنا حتى الساعة 8-9 صباحا حتى الساعة أشعة الشمس وبعدين بكدأ في التلاشي متوقع خلال الأيام اللي جاية تكون أيضا الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشابورة المائية يعني احنا ان شاء الله بكرة السبت والأيام اللي بعد كده هيكون الشابورة المائية موجودة بشكل كثيف على أغلب الطرق فترة الصباح الباكر فرص الأمطار الممكن تبقى موجودة في بعض الأماكن الساحلية لكن طبعا مش هتبقى تقلبات جوية بشكل كبير يمكن احنا معنا لحد ودهين فرص أمطار على السواحل الشمالية للبلاد لكن كلها أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية النصيحة بس المهمة لكل السادة المواطنين لازم القيادة تكون بسدقتها فترة الصباح الباكر مع الشابورة المائية نتبع كافة تعلمات المرور وانشغل كشفات الشابورة الموجودة في السيارات وطبعا نجدنا الملابس الشتوية سقيلة فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر طيب قبل ما تسبينا تطمينينا عن سرعة الرياح وحركة الملاحة البحرية على البحرين والحمد لله في اعتدال كامل في سرعات رياح في معظم محافظات الجمهورية يعني احنا مش هنلاحظ اي نشاط رياح في اي منطقة من المناطق الجمهورية فبالتالي ده هيدي مرضوط كويس جدا على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط البحرين معتدلين مؤهلين لكافة اعمال الصين والملاحة البحرية واعمال التنازل نقدر نستمتع بالاجازة بشكل كبير وخاصة الكمان مع اجازة طرس السنة أو مع بداية طرس السنة نقدر نستمتع بالاجواء في كافة محافظات الجمهورية بمناسبة الاجازة ايه اكتر الاماكن اللي ممكن نروحها ونزورها ونستمتع بالجو فيها في مصر هي طبعا خلال فترة الشتاء بتبقى اغلب المحافظات المطلة على البحر الأحمر بتبقى اجواءها قادمة بتصير من المحافظات المطلة على البحر المتوسط اجواء المجروف شرم الشيخ والغردقة اجواء اهدافها فترة النهار درجات خرارة بتتروح ما بين 26 و28 درجة مقاوية فترة النهار تقصد يكون ناسي بشكل كبير جدا فترة النهار وفترات الليل كمان الصغرى ومسنخفطش بالشكل الكبير فاغلب المحافظات المطلة على البحر الأحمر وكمان المحافظات السحلية ايضا فرص الأمطار وين وجدت فيها خلال الأيام المقبلة فهي فرص أمطار خفيفة هنلاقي وجود لأشعة الشمس فترة النهار ايضا فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في معظم اماكن البحر أشكرك في نهاية شكرا جزيلا دكتورة منارغي لمواطنة المركز العالمي بهيطة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالون تابع درجات الحرارة المتوقعة نهاردة ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 22 وصغر 15 العاصمة الإدارية 23 14 اسكندرية 22 14 العالمين جديدة 21 13 مطروح 21 13 دميات 21 15 بورسعيد 21 15 اسمعالية 22 13 السويس العظمى فيها 22 وصغر 14 العريش 21 14 كاترين 15 5 طابة 23 15 حلايب 23 19 شلاتين 25 18 شرم الشيخ 25 17 الغرداء 24 15 نروح للفيوم اللي العظمى فيها 22 وصغر 12 بنسويف 22 11 الوادي الجديد 24 12 السيوت 22 10 سوهيك 23 11 قنة 24 12 لقصر 25 11 وأخيراً أسوان العظمى فيها 25 الصغر 12 مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة نهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية عن روح لجمهانة وشازن نكمل معاهم فقراتنا شكراً لك يا لاما دلوقتي خيان تابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي تحصل النهاردة بإذن الله في السياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة وشددت على مواجهة أي خروج عن موضوع خطبة الجمعة بكل حسم أو تجاوز الوقت المحدد لها والمقدر مسبقاً بـ 15 دقيقة النهاردة هيشهد مسرح السامر بالعجوزة في السابع مساءً حفل فني ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد بتنظموا الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني وبيشهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب بالإضافة لسلوهات إقاعية وغنائية بتقدمها فرقة الأنفوش للإقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزة بسيوني النهاردة هيقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السابع مساءً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة السادسة لمسبقة المواهب الزهبية اللي بتقيمها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق بتهدف مسابقة المواهب الزهبية لتصليط الضوء على أبنائنا من ذوي الهمم اللي بيمثله جزء لي تجزأ من نسيج هذا المجتمع وده دعماً للمبادرة الرئاسية المتكملة في دعم وتمكين هذه الفئة من ضمن الإنجازات اللي حصلت السنة هو مجمع الصناعات الغذائية الزراعية اللي افتتحه سياد رئيس في فبراير الماضي بمدينة السادس بيعتبر هو الأكبر في الشرق الأوسط وبيساعد على تشجيع الاستثمارات في مصر خصوصاً طبعاً في مجال الصناعات الغذائية وزيادة معدل الصادرات في 9 فبراير الماضي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة التانية من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية واللي أقيمت على مساحة 135 فدان بإجمال طاقة انتاجية 470 ألف طن سنوياً كواحدة من أكبر مدن الصناعات الغذائية في العالم بتضم مدينة سايلو فودز العديد من المصانع الانتاجية التكاملية زي مثلاً مصنع البسكويت والمكارونة والمخبوزات ومصنع الألبان بجانب مصنعي الحلاوة والكرتون وبيضم مصنع البسكويت بمدينة سايلو فودز خمس خطوط انتاج بطاقة انتاجية 240 طن يومياً من البسكويت تابع له 2 مخزن للمنتج النهائي بطاقة تخزينية تصل لـ 24 ألف طن وبيضم المصنع خط الانتاج البسكويت الويفر العادي بطاقة انتاجية 14 ألف وربعمائة طن سنوياً ده غير خط انتاج بسكويت ويفر متنوع بطاقة انتاجية تصل لـ 10 تلاف وثمنمائة طن سنوياً أيضاً بيضم المصنع خط انتاج البسكويت بالعجوة بطاقة انتاجية تبلغ 17 ألف طن سنوياً وخط انتاج بسكويت بالعجوة متنوع بطاقة انتاجية 17 ألف طن سنوياً وخط انتاج بسكويت سادة ومملح بطاقة انتاجية 9 ألف طن سنوياً بالإضافة لمطحن للدقيق ملحق بي 15 صومعة بطاقة استيعابية تبلغ 70 ألف طن أمح أما عن مصنع الماكرونة فبيضم خمس خطوط انتاج بطاقة انتاجية 500 طن ماكرونة يومياً ملحق بي 3 خطوط انتاج كخط الماكرونة القصيرة بطاقة انتاجية 188 ألف طن سنوياً مع خط الماكرونة الطويلة بانتاج 28 ألف طن سنوياً وأيضاً خط النودلز بطاقة 3700 طن سنوياً بالضم المدينة أيضاً مصنع انتاج المخبوزات وبتصل طاقة الانتاجية لـ 9000 طن سنوياً وملحق بي 5 خطوط زي خط الخبز الأوروبي بطاقة 14 ألف طن سنوياً مع خط الخبز البلدي بنحو 900 طن سنوياً وخط الكروسون بحوالي 3500 طن المدينة فيها مصنع للألبان تصل طاقة الانتاجية لـ 200 ألف طن سنوياً ملحق بي 9 خطوط انتاج مجهز بأحدث المعدات وبتبلغ الطاقة الانتاجية لخط الجبن الأبيض نحو 100 ألف طن سنوياً وخط اللبن المعقم بطاقة انتاجية 10 ألف طن سنوياً بجانب 600 طن سنوياً لخط السمنة وأيضاً مصنع الحلاوة والطحينة اللي بيتضمن خمس خطوط انتاج بطاقة انتاجية 16 ألف طن سنوياً ولمزيد من التفاصيل معنا عن التليفون السيد أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي سبع الخير حضرتك وبعد التحية وهنا نتحدث عن المجمع الصناعي الغذائي الأكبر في الشرق الأوسط خلينا نتعرف من حضرتك أهمية هذا المجمع للقطاع الغذائي وأد ايه أو مدى مشاركته في توفير منتجات في هذا القطاع تهديداً سبع الخير تحية لحضرتك بزيزة جمانة وتحية الأستاذ محمد لكل أستاذ المشاهدين ما فيش شك أنه يمكن على مدور التسع سنين اللي فاته كان هناك في اهتمام قوي من قبل الدولة وفي خامة الرئيس عبدالفتاح السيزي بقطاع الصناعية بشكل هذا ويمكن قطاع الصناعات الغذائية وشد من أهم القطاعات الصناعية يمكن للدولة أولدتها اهتمام كبير للغاية في الفترة الماضية لأن هذا القطاع تستطيع من خلاله كدولة واقتصاد أن تحقق قيمة مضافة بأكثر من شكل القيمة المضافة الأولى يمكن فيه إطار توجه الدولة لإعادة تنمية قطاع الزراعة بشكل عام فبالتالي النهاردة عندنا إنتاج كبير جداً من محصول استراتيجي ومحصول القمع ويمكن كان من أهم الأمور السلبية اقتصادياً قبل 2013 عندنا في مصر إن احنا يمكن كنا كتير جداً من حاصلاتنا الزراعية أو محاصولنا الزراعية ومنها محصولة استراتيجية زي القمع فيه جزء كبير جداً منها ما كناش بنقدر إن احنا نحبس عليه القيمة المضافة في إن احنا ندفله في صناعات أخرى تقدر تحقق لي أنا كدولة كاقتصاد قيمة مضافة اقتصادية هذه المجمعات الصناعية يمكن قدرت نتحقق الفارق دوا بإن احنا النهاردة بنستفيد من الميزات النسبية اللي بقت موجودة عندنا في قطاع الزراعة بنعيد العديد من المنتجات الزراعية على رأسها سلعة ولما زي القمح إن احنا ندخلها في صناعات أخرى مكملة ونحدث عليها قيمة مضافة بتقدم لي منتج صناعي أنا كدولة النهاردة كاقتصاد يمكن كنت بتكبد أموال كبيرة للغاية فينا أنا بستورد هذه المنتجات المصنعة مرة تانية من الخارج طبعاً بخلاف إن الدولة كان عندها رؤية منذ اللحظة الأولى من 2014 وهي فكرة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من العديد من الصناعات أو السلعة الغذائية تحديداً وبالتالي النهاردة ده كمان كان رد واضح وقوي على كل الألسانة والشائعات اللي كانت بتقول إنه الدولة مشى فيه توجه معين واهتمام بالقطاعات الاقتصادية معينة وإن احنا مؤمنين بالقطاعات زي الصناعة وخلافه ده بإمكان كان رد قوي جداً إنه الدولة لديها خطة واضحة بشكل متوازي في كل الاتجاهات الاقتصادية ومن أهمها طبعاً قطاع الصناعات بخلاف طبعاً إنه مثل هذه القطاعات أو الصناعات تحديداً ومجامعات الصناعية بتدرسة جمعينة إنها النهاردة توفر للدولة وتساهم في علاج مشكلة اجتماعية مهمة جداً وهي مشكلة البطارة لأنها بتوفر فرص عمل دائمة بشكل مباشر وزير مباشر لأبناء المناطق اللي بتقام فيها مثل هذه المجامعات وأيضاً المناطق المجاورة وبالتالي النهاردة ده كمان بيبقى عامل مهم جداً أنا كدولة أقدر النهاردة أن أنا تصدى لمشكلة وتحدي كبير جداً عظيم طيب أنا عايز أعرف من حضرتك يا سيد زحمد تقييمك المبدئي لإنتاج هذا المجمع في البداية طبعاً وبكل تأكيد إحنا دائماً بيكون عندنا خطة في أي مشروع الدولة بتعمله فكرة التوسع هل ده برضو من ضمن الخطط الموجودة في هذا المجمع؟ بالتأكيد طبعاً يا سيد محمد لأنه أنت كدولة في تحديداً في الصناعات أو المجمعات الصناعية بشكل عام والصناعات الأجازية على وجه التحديد بيبقى لك مجموعة من الاستراتيجيات أول هذه الاستراتيجيات أن أنت كدولة بيبقى عندك توجه أن أنت فيه فجوة في السوق المحلي وفيه طلب محلي على هذه المنتجات لأن هذا يمكن خدام التقرير اللي عارض من دقيق قليلة المصلة بيانتج أكتر من مجموعة أو أكتر من سلعة مصنعة سواء فيما يتعلق بالبسكويد أو حتى فكرة الجزء المتعلق بالخبز والمخابس فبالتالي النهاردة أنا عندي اشتياج محلي فأنا كدولة بحاول أن أوفر هذا الاشتياج وأسد هذا الاحتياج من شكل هذا الانتاج مع الوقت بيبقى عندي استراتيجية مهمة جداً اقتصادية والتنموية هي فكرة الانتاج من أجل التصدير وبالتالي النهاردة أنا كدولة ببتدي النهاردة أوسع من خطوط الانتاج ببتدي النهاردة أن أنا بيبقى لي تواجد في التصدير أو في الصدرات من هذا النوع من الصناعات تحديداً وطبعا أن أكاساته قوية جدا اقتصادية لأنه نهاردة بدخل نقض أجنبي بوفر قدر كبير جدا من النقض الأجنبي اللي أنا كدولة كنت بوجهه اللي أنا بستورد به نفس السلعة دي علشان أسد حجم يحتاج المحل اللي أنا مش قادر أوفره بشكل تام فبالتالي النهاردة لما بنشأ مثل هذه المجمعات أنا بعمل عملية إشباع تام للطلب المحلي وبالتالي مع التوقيت بعندي استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لأن أنا أتاجي للإنتاج من أجل التصدير طيب أستاذ أحمد الحياة زي ما حضرتك ذكرت نقطة التصدير تحديدا المجمع مفترض أنه يصدر أكتر من 80% من إنتاج وأي أن كانت النسبة فكرة التصدير في حد ذاتها تتطلب خبرة عالية جدا جودة عالية جدا تكنولوجيا أيضا عالية جدا لأي مدى الكوادر اللي بتعمل في هذه المصانع في مجمع الغذائي سايلو فود لأي مدى هي مدربة ولأي مدى حتى يمكن الأجهزة الموجودة تلبي جودة أو بالمقارنة بالمنتجات العالمية ده سؤال جميل جدا بحي حضرتك علي سايلو جميلة لأنه يمكن إحنا ما كانتش فكرتنا كدولة إن إحنا يبقى عندنا مجمعات صناعية فقط ويمكن حضرتك لو بحثت في توقيت افتتاح هذا المجمع سيادة الرئيس كان قال حاجة مهمة جدا إنه إحنا مش بس هدفنا إن إحنا يكون عندنا مجمعات صناعية في صناعات مختلفة تنتج سلع مختلفة لكن كمان إحنا يهمنا مدى قدرة هذه المنتجات على تحقيق التنفسية للأسواق الخارجية هذه التنفسية لا تتحقق إلا بالاهتمام بعمل الجودة بعمصر بشري مدرب ومؤهل ويمكن ده اللي تعمل في هذا المجمع تحديدا إنه قبل الإعلان عن الافتتاح الفعلي وإنه هذا المجمع يبقى عنده القدرة إنه يضخ إنتاجه في الأسواق المحلية النهاردة العمالة الموجودة دربت بشكل مكسف للغاية بالتعاون سواء خبرات تابعة للجهات اللي أقيمة يعني كلفت بإنشاء هذا المجمع أو حتى الجهات السمارات الأجنبية اللي يمكن كانت شريك في تدشين هذا النوع من الصناعات النهاردة نحن نقلنا إنه هاولي العمالة المصرية الموجودة لإنه إحنا بش بس هدفنا ننتج منتج وخلاص لكن هدفنا كمان إنه هذا المنتج يبقى بيتمايز بقدر من الجودة وللمواطن المحلي قبل ما كمان أفكر في فكرة التصدير لأنه نهاردة المنتج ده لو ما قدرش إنه ينجح محليا ويبقى عليه طلب قوي محليا مش هيدر نوع حتى يحقق النجاح فنهتمام بالمعايير الجودة ومش بس في هذه المجمع لكن ممكن ده بقى توجه في كل الصناعات اللي يمكن بدأ الاهتمام بيها ده أحد أهم العوامل يعني إن كنا حتى بنستهدف السوق المصري أو حتى السوق الخارجي نشكر حضرت جزيلة شكرا أستاذ أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي شكرا جزيلا لحضرتك طبعا أمطار غزيرة ورعضية شهدتها بعض المناطق في المحافظات المختلفة تم رفع درجة الطوارئ وانتشار معدات شفط المياه بالشوارع ده طبعا لتسهيل حركة المواطنين كمان في بعض المحافظات عطلت الدراسة إمبرح تعرأت المحافظات لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية صاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة تصل إلى غزيرة ورعضية على العديد من المحافظات مثل دمياط وبرسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والإسكندرية ومطروح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت رفع حالة الطوارئ تحسبا لأي تداعيات ناتج عن تلك الموجة وكذلك رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق بالشوارع حيث إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة التقص السيء كما تقرر تعطيل الدراسة أمس بجميع المدارس في ثلاث محافظات هي الدقهلية، الغربية، وكفر الشيخ وذلك حرصا على سلامة الطلاب نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض هذه المحافظات لموجة من التقص السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكدت على متابعتها الدائمة بالوضع في المحافظات من أجل التنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية بها للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة كما تم تدشين غرفة عمليات المحافظين التي تتابع انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة التقص وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات مع استكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري بالإضافة إلى محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق معنا التريفون دلوقتي المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحيح بدأ أهلية سبعة خير يعني لو تطلعنا على الوضع اللي بتشهده المحافظة حاليا منذ بدء طبعا موجة التقص سيء وسقوط الأمطار بكثافة خلال خير أولا الحقيقة يعني موجة شديدة جدا من الأمطار تعرضت لها محافظة أهلية والتي كان على أثارها قام السيد الوزير المحافظة بتعطيل الدراسة الحقيقة فيه تعاون وسيق ويعني بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أدت لمتابعة هذه الموجة وطبعا بالفعل تم أصلا مرفوع درجة الاستعداد ولكن شركة المياه والمحافظة تعاونت في سرعة التعامل وكسح المياه من الشوارع ورفع درجة الاستعداد القصفة في محطات رفع الصرف الصحي أدت الحمد لله إلى يعني وصولنا لمرحلة الأمان بالنسبة لهذه الموجة يعني حتى الآن مفيش أي منطقة في المحافظة فيها تكدسات أو فيها ازدحمات مرورية نتيجة وجود مياه الأمطار الحمد لله فندم مبارح أقصى حاجة كانت مبارح أول مبارح الحقيقة من بعد صلاة الفاجر والتسارات كانت منتشرة في الشوارع طبعا الموجة كانت صعبة جدا أربع ساعات متواصلة من المطر الغزير أكبر كمية مياه أنا شايتها على مطار خمس أعوام هي كانت الفترة المطر اللي فاتت فيها الحقيقة كانت تعاون كبير جدا بين الشركة وبين أجهزة المحافظة بسيارات الكازحة ومعدات الشفق والتسليج لأنه طبعا تعرف أثناء المطرة بتنضل بعض الرواتف صحيحنا بدأنا نتابع ده أصلا كمان وجود العربيات دي موجودة من قبل حدوث موجة الأمطار استعدادا لها كل شكر ليك المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب وصرف الصحي نفس السياق أيضا خلينا أتطمن مع حضراتكم على الوضع في الغربية معنا على التريفون مهندس حمدي شاطة رئيس شركة مياه الشرب وصرف الصحي بالغربية صباح الخير لحديك فنم بعد التحية أيضا أبرز الاستعدادات ورفع حالة التأهب والوضع أيضا في المحافظة الآن صباح الخير أستاذ الجمانة وصباح الخير عليك أستاذ محمد وعلى مستمعينكم ومشاهدينكم أنا مش هضيف كتير زي على ما ضافه الأخوية كتير المهندس خالد من الدقائلية احنا في الغربية برضو بنعمل نفس الموضوع احنا عندنا أماكن بنبقى عارفين دايما بيبقى فيها تجمعات مطر وبيبقى فيها سيولة مرية بيحصل إعاقة لو حصل فيه ميا احنا حطين الكلام ده على جي اي اس مرملكزين العربيات بتاعتنا أول ما بيجلنا تحذير من الأرصاد الجوية العربيات دي كلها بتنتشر وبيبقى فيه تنصيف كامل ما بيننا وما بين الوحدات المحلية والأجهزة المحافظة وبنبتدي أول ما يجلنا البيان حتى من قبلها بنبقى منتشرين وطبعا الغربية الحقيقة أنا يعني بقشيت بيها وبشيت من ملغمتها ومعالي المحافظ يعني مكتهد جدا طول الليل اللي احنا كنا شغالين مثلا البارح كان هو معنا طول الليل يعني الحقيقة وامتابعين وبرضو بيبقى فيه يعني استعدادات لمحطات الصرف الصحي بتاعتنا طبعا وإذا كان مثلا ممكن ساعات يحصل انقطعات كهرامة نتيجة الهوى أو نتيجة أي مشكلة بنبقى مستعدين بالديازل بتاعتنا وطبعا برضو يعني التوجيات الإخرانية للخمط الريف خدتنا نزود للساعدات بتاعتنا وبقى ما عندناش معدات الحمد لله احنا يعني عندنا حوالي مئة ستين معدة الحمد لله مستعدين تماما لأي طوال طيب فندم أخيرا وسريعا جدا هل هناك رقم ساخن أو أي رقم يقدر المواطنين يتواصلوا عليه لو فيه أي مشكلة بتواجههم هو فيه رقم الـ 125 ده موجود ده جوه المحافظة بتاعت الغربية أي حد من تليفون أرضي في المحافظة الغربية لو اتصل على 125 بيبقى احنا متاح 24 ساعة خدمة بالإضافة للشبكة الوطنية للطوارئ موجود لنا برضو منذوبين هناك كشركة المياه لو فيه أي مشكلة بنتحرك فورا نشكر حضرات جزيل الشكر مهندس حمدي شطر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغربية شكرا لحضرتك جزيل الشكر دلوقتي يبعد مجزل أهم الأخبار معالميا شكرا شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأولويات التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذلك الجامعات التكنولوجية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع الشركة سويدي إلكتريك لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفنية والتكنولوجية وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة التوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية وعلى جانب آخر اطمعنا رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبياتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة واستهدف الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة ووصلت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها وفي مدينة رفح جنوبا استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثرى قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة بعد أن استشهد ما لا يقل عن عشرين شخصا إثرى قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد المنازل في رفح بقطاع غزة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة يوم الخامس عشر من ديسمبر عندما ظنت خطأا أن استغاثتهم كانت حيلة لاستجدراجها إلى كمين وخلص جيش الاحتلال إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر وفي الخامس عشر من ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن قتل المحتجزين الثلاثة ونشر الجيش الإسرائيلي النتائج التي توصل إليها وخلص إلى أنه لم يكن هناك أي قصد خبيط في الحادث استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات الاحتلال نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتلة مستهدفة بعض النتقاط في المنطقة الجنوبية ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية أمر الرئيس البنزولي نيكولاسا مادورو من أكثر من خمسة ألاف وستمائة عسكرية بالمشاركة في منورة دفاعية ردا على إرسال بريطانيا سفينة حربية إلى المياه قبالة جويانا وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ عملية مشتركة ذات الضابعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلاده على حد وصفه وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحول مصار سفينة HMS ترينت إلى جويانا في ظل النزاع بين الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وبنزولا المجاورة بشأن منطقة إسيبكو الغنية بالنفط دعا أكبر اتحاد عمالية في الأرجنتين إلى إضراب عام احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس خفير مالي وقال الأمين العام للاتحاد للعمال هكتور داير إن الإضراب المقرر في الرابع والعشرين من شهر يناير يأتي احتجاجا على مرسوم وحزمة مشاريع قوانين اقترحها مالي ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطات العامة ويعقد الكونغرس الأرجنتينية جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في حزمة مشاريع القوانين المطروحة لتفعيل المرسوم الذي كشف عنه الأسبوع الماضي وسيدخل حيز التنفيذ إذا لم يرفضه المشرعون رياضيا توج الأهل ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على مودرن فيوتشر في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما باستاذي محمد بن زيد بدولة الإمارات وتقدم الأهلي بالثنائية النظيفة عن طريق قهربة وحسين الشحات قبل أن يعود مودرن فيوتشر للقاء ويدرك التعادل عن طريق كل من عمر السعيد ومحمد محمود لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل هدفين مقابل هدفين ويلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين الذين نجح الأهلي خلالهما في تسجيل هدفين عن طريق كل من عمر مودست وكريم فؤاد ليحسم اللقب لصالحه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة وجه سيادة الرئيس عفتاح السيسي بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في غزة مع التشديد على رفض مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة من دكتور دياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية صباح الخير يا فاندم صباح الخير يا حضرتك أهلا بحضرتك خلينا نبدأ مع حضرتك من حيث وصل قطار الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا ما يحدث في قطاع غزة والحديث عن ورقة مصرية أو عن مبادرة مصرية لحل الوضع في قطاع غزة الحقيقة الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول لاندلاع المشكلة الأخيرة إنما هي موجودة في القضية كل الوقت وطول السنين لكن إذا تحدثنا عن الواقع الآن نقول أن الدبلوماسية المصرية يعني لم تنتظر لحظة بدون جهد في كل الاتجاهات ولكن مهم جدا أن نعلم ونضع الضوء على المواقف الأخرى والمواقف المتشددة لهذه المفاوضات مصر تقدم اقتراحا طول والآخر وترى بمنتهى الواقعية السياسية أنه يجب وقف إطلاق النار إدخال المساعدات هذا منذ اليوم الأول للمشكلة في 7 أكتوبر ووجدنا أن هناك تشددا كبيرا تضيع الوقت مسألة خطيرة ويجب على الإدارة الفلسطينية بأصواتها المتعددة أن تصل إلى صوت فلسطيني واحد لأننا نرى أشياء على الأرض تثير وتعطي الفرصة تثير الأسئلة وتعطي الفرصة لإسرائيل لتفعل ما تفعل كان السؤال في البداية ماذا لو أتت هذه الحرب وفي موقف فلسطيني موحد لا كان الأمر سيختلف كثيرا ده هناك مفاجآت كبيرة يعني صحيفة لوفيجارو الفرنسية صرحت بأن خالد مشعل وهو قيادي حماس صرح بأنه منفتح وحماس منفتحة على الاعتراف بإسرائيل وهذا تغيير في المنهج كبير ظهرت مفاجأة أخرى منذ أيام ولكن الحقيقة المتابعة للتحليل السياسي لا يتفاجأ كثيرا يعني أنا لا أتفاجأ الحقيقة إنما هي بالمعنى اللغوي تصلح مفاجأة إيران تقول هذه العملية سبعة أكتوبر والمتحدث الرسمي للحرس السوري الإيراني أن اسمه شريف شعبان أن هذه العملية انتقاما لمقتل قاسم سليماني ثم عاد رئيس الحرس السوري ونفى ذلك ثم عاد وقال حزب الله حسن نصر الله هذه عملية فلسطينية الآن هل هذا وقت ليه التنازع على هذه الفكرة وفي كل وفي الآخر من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني بالضبط وحضرتك زي ما تفضلت من يدفع الثمن أخيرا الطفل الفلسطيني المواطن الفلسطيني يجب أن يكون هناك حرس اليوم الجمعة ستستقبل مصر وفدا من حماس للمقترح المصري الذي قامت مصر بتعديله مرة أخرى حتى يصبح عليه توافق يجب أن تشعر إدارة حماس والإدارة الفلسطينية عموما بأن توحيد كلمتهم أساسي حتى لا يعطي الفرصة لإسرائيل أن تقول هذا يقول وذاك يقول يجب أمام العالم أن يبدو الصوت الفلسطيني صوت واحد يجب أيضا الاهتمام بإدارة الوقت لأن هذا الوقت ليس بالأيام الآن يجب أن يكون بالساعات بالساعات على الأقل ولينا نعرف من حضرك عشان بردو المشاهدين ومتابعين معنا المقترح المصري ونقاط الخلاف اللي عضلت بعد ذلك الحقيقة المقترح المصري الأخير وهذا لم يكن المقترح الأول هو لحماية القضية الفلسطينية لحماية أرواح العزل والبسطاء من الجانب الفلسطين سرعة إنهاء الأمر على الأقل لأنه لن يتم في النهاية إلا على طاولة مفاوضات ولكن التأخير له ثمن مكلف الأول قبل ما أقول حضرتك المقترح المصري وتعديله نقطة مهمة جدا في علوم التفاوض ونحن نقوم بتدريس هذا في كتب علوم التفاوض ما هي كروت التفاوض الذي لدى هذا الطرف الطرف ألف والطرف بيه كروت التفاوض في يد حماس ما هي هذا مهم لأن هذا الذي يعطيك قوة التفاوض فإذا لم يكن لديك قوة في التفاوض إذن يجب أن تكون مارنا على الأقل وإلا ستدفع ثمانا مكلفا جاءت المبادرة المصرية تأجيدا على مؤتمر مصر الدولي للسلام في العاصمة الإدارية 21 أكتوبر شوف كم بقى فقدنا كم شخص من 21 أكتوبر ونحن نقترب من 31 ديسمبر هذا مكلف جدا طيب لو رجعنا للمقترح إيقاف فوري على الأقل للمدة أسبوعين هدنة لهذه الحرب الغير متكافأة تماما وبعد ذلك دخول مساعدات ممكنة لأنه وصل الأمر أن كل ألف متر فيه 12 ألف فلسطين كل ألف متر هذا شيء غير طبيعي وهو يعني أشياء أخرى يعني أن هناك مجاعات وأن هناك أمراض وأن هناك أوبئة القصة كده طيب المبادرة ماذا تقول المقترح المصري الجديد يقول أنه يجب تبادل مبدئي للأصر على أن تفرج حماس عن الأطفال والشيوخ والنساء كما تطلب إسرائيل في البداية من الرهائن لديها وأن تطلق إسرائيل 140 أسير من لديها المرحلة الثالثة أن يكون هناك تبادل للجثامين من هنا ومن هناك لا نعلم طبعا لأنها محادثات سياسية سرية في أغلبها لا نعلم على ماذا تعترض حماس على ماذا تعترض إسرائيل لأن إسرائيل بدأت في منورة أخرى جديدة وهي تفتح ممر مائي أو تريد بين قبرص وغزة لتبتعد تماما عن المشاكل طبعا لإدخال المساعدات ولكن بطنيا عشان تخرج الفلسطينيين الموجودين نتيجة الضغط اللي حاصل يعني ضغطوهم من الشمال الجنوب وبعد كده بيضغطوهم في الجنوب وأحاديث كاذبة وطبعا زي ما بنسمع الأكاذيب اللي بتنتشر عن قيام قوات الاحتلال بعمليات في محور فلادلفيا كل هذا التصعيد الحاصل وكل ما يحدث هدفه هو تهجير الفلسطينيين قصرا وإن كان يدعي قوات الاحتلال أو تدعي قوات الاحتلال بأنه هجرة طواعي الحقيقة دي ملاحظة لها دلالة وعميقة فعلا المعلن شيء وهذا نعتاد عليه والتجربنا السابقة تقول أن إسرائيل تمارس هذا المعلن شيء والواقع شيء والنواية شيء آخر إسرائيل قالت نحن ممفتحين على المقترح المصري مجلس الحرب سيدرس ولكن هذا التباطئ إسرائيل أثناء هذا تقوم بإبادة جماعية وبهدم شديد مش للبنية التحتية لا خلاص البنية التحتية كانت مرحلة وانتهت البنية التحتية الآن لهدم كل ما هو فوق الأرض وبعدين تتجه إسرائيل بتصعيد إلى جنوب لبنان وتطالب بشكل واضح وعلني ورسمي بأن يكون هناك وراء نهر الليطاني أول قوات لحزب الله طيب السؤال المهم ماذا ينوي حزب الله ما هي الأوراق التي لديه أي معركة عسكرية وأنا لست متخصص في الشؤون العسكرية ولكن على الأقل بالمنطق لا بد أن تكون مستعدا فما هي استعدادات حزب الله لمعركة بمثل هذه العنف وإسرائيل تتوعد إذن لا تحطيها الفرصة فكر ماذا ستفعل ما هي خطوطك التالية ما هي أماكن القوة لك وأماكن الضعف وما هي الفرص وما هي التهديدات ده سوات أناليسيس القوة الضعف عندي إيه قوي عندي إيه ضعيف إيه الفرص اللي قدامي وإيه التهديدات اللي عندي إذا اتبعوا هذا يجب أن تحسب الخسائر حتى لو كنت قوي الخسائر دي بقى أماكن الضعف اللي عندي اللي هو يتقال على ده على الإسرائيل وده علم وعلى فكرة المفاوضات علم وليست اجتهاد ولا يمكن أن تلجأ إلى الصوت العالي فتكون مفاوضا جيدا أو المناورات الغير محسوبة القرارات أثناء الأزمات إدارة الأزمات الدولية هي أيضا لها كتب وعلم وقمنا بيه يعني دراسات وتأليف كتب في هذا الشهر الموضوع علمي إن هو القرار أثناء الأزمة مكلف جدا هذا أمر بقى أريد أن أطرحه لأن أثناء الأزمة أنت خلاص فوسط الأزمة القرار الذي يتخذ من الإدارة الفلسطينية يجب أن يعلم إما أن يكون ماء يطفئ النار وإما أن يكون زيتا فيشعل النار لازم اتخاذ قرار وحسابات تكلفة القرار تكلفة القرار إيه وبالتالي أنا أراها فعلا لا أبالغ يعني بعض المبالغات يقول لحضرتك بالدقيقة حكون متوازن وواقعي وأقول لحضرتك أنها على الأقل بالساعات ولكنها ليست بالأياب التكلفة بالساعات على مستوى الأدوية الأكل المياه أرواح المدنيين أرواح المدنيين اللي في النهاية كل ده حيأثر على تكلفة باشعة لعزل وأطفال ليس لديهم حلول لقد ذهبوا إلى كل مكان حتى الأنروا صرحت منذ أيام الأنروا وقالت لا يوجد مكان آمن في غزة طيب إيه هي نقاط القوة لدى المقاومة الحقيقة أنا الآن أراها بواقعية برضو عشان الناس بتتصور أشياء لا أريد أن أخذ فيها يعني تتصور أنك حينما تتكلم بأمل شديد وإن كان وهميا فأنت متفائل وإذا تحدست عن الواقعية فأنت متشائل بعيدا التحليل السياسي والاقتصادي بعيدا عن التفاول والتشاوم لا يوجد مسألة اسمها أعطيني أمل أمل الحمد الشعبوي والتعاطف شيء والواقع شيء بالضبط والمفاوضات مع دولة زي إسرائيل هي تحتاج إلى مفاوض على أسس علمية يدرك تماما ويدرس نفسية الآخر أسلوبه في التفاوض حتى كيف تتفوز عليه في مفاوضات وأنت لا تعلم كيف تناول كل الخيوط أماكن القوة لدى المقاومة الفلسطينية ونحن نسميها المقاومة ولكن إسرائيل تسميها حماس وتضع أهدافا غير ملموسة حتى تستفيد بالوقت لأنه ليس خسران هو عمال يضرب عمال يكسب فهو كل ما بيهد بيشعر أنه مرتاح طب في مشكلة لا تعطيه هذه الفرص فكر ماذا عن غد وحينما تشاهد نشرة أخبار أمس وكأنك تشاهد نفس نشرة الأخبار منذ أسبوع منظر ومظاهر ومشاهد فقط الأرقام تتصعد طبعا أماكن القوة عنده ضعيفة وعليه أن يقول لنا هو على ماذا ينوي يعني يحتجز الناس والرهائل طب إسرائيل على فكرة فيه مظهر عبسي آخر هي بتفرج عن بعض الأسر وبتقبض على نسجه ده يعني برضو ده مظهر يلفت أخير ممكن أربعة تلاف وخمسمية من الضفة الغربية مظهر عبسي في رجلك عن مية وخمسين متين تلتمية وبعدين يقبض على الناس تاني من قتلوا في الضفة بقى بعيدا عن غزة كمان يعني غزة عدة الواحد وعشرين ألف هذا الذي تم إحصاؤه وهناك أكتر من أربعة وثلاثين ألف وكنت منذ يومين يعني في جلسة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جلسة رسمية عادية ولكن مندوب فلسطين أشار إلى أن المفقودين أعداد ضخمة وأن المباني أكتر من تلتمية وخمسين ألف مبنى تهدم رقم رأيب وهذا مندوب فلسطين في المجلس الوحدة الاقتصادية العربية طيب السؤال إلى أين وهذا بقى الذي مصر التسعى إليه يجب إيقاف هذه الحرب فورا يجب فورا ثم مفاوضات ماذا نستطيع أن نفعل المساعدات هناك بقى قضية جانبية ظهرت نتنياهو يناقش مع بايدن قضية الضرائب وتحصيل الضرائب للفلسطينيين لا لن نعطيها المسألة أكبر كثيرا من الضرائب ثم افتعال أزمة بايدن يقول لنتنياهو هذا ما تسرب ومن أنه تسرب إذن هو مقصود المكالمة انتهت المحادثة انتهت هذه لن تخدم القضية الفلسطينية وليست هذه الأولوية الآن أموال الضرائب هي فرعيات يعني بتحول بها قوات لاحترانها تشتت لانتباه أو التركيز بشكل عام لكن سؤال آخر برضو يعني تبادر لذهن حتى الشرع العربي كله هل منقضاء الحرب الدائرة على قطاع غزة وبإذن الله يعني تنقضي قريبا هل منقضاء هذا الوضع فيه قطاع غزة ينقضي أيضا الأحداث الجارية بسبب هذه الحربة أو بسبب هذا الصراع يعني ما يحدث في البحر الأحمر ما يحدث حتى في جنوب لبنان كل هذه التصاعدات اللي احنا بنتباهها واللي مصر حضرت منها من بداية الأمر مصر كانت تحذر من فكرة التصعيد لقضايا أخرى ولصراعات أخرى دي الحقيقة هو المنطقي أنه حينما تتوقف المشكلة الأصلية تتوقف المشكلات المبنية عن المشكلة الأصلية هذا هو المنطق ولكن فيما نرى من سياسة ونرى من بعض المنظمات الدولية المنطق المنطق لا يحكم الأشياء لا يوجد منطق لأنه مثلا حينما نذهب إلى المنظمات الدولية تقف عاجزة بعد أكتر من 80 يوم هذا يعطينا أن هناك شرخا كبيرا في المنظمات وقد صرح بهذا لفروف وزير خارجية روسيا منذ أيام في القمة العربية الروسية أو المؤتمر آسف المنتدى العربي الروسي في مراكش قال أن هناك شرخا كبير طبعا وده أمر منطقي هناك شرخ السؤال هذه التدعيات الجديدة وتؤثر على الملاحة العالمية وتؤثر على التجارة العالمية فيما بالمندب وفي البحر الأحمر وحتى هذا الطريق الطويل الضغط عبر رأس رجاء الصالح مكلف في الوقت ومكلف في المال رسوم التأمين أصبحت ضخمة جدا على البضائع في عالم يعاني من تضخم اقتصادي بالفعل فكيف يحتمل تضخما جديدا إذن المنطق أنتقف حرب غزة حكومة في فلسطينية هناك قبول مبدئي وأخشى أن يكون منورة سياسية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية حتى أن هناك أصوات فلسطينية تطالب بحكومة جديدة قوية فلسطينية موحدة وأن تكون ممثلة فيها حماس لكن إسرائيل يمكن أن تذهب بعيدا وتقول نحن نريد القضاء على حماس ولا يجب أن تدخل في حكومة ولكن حماس في النهاية هي ليست جماعة فقط في مكان معين نستطيع قضاء عليه وبالتالي هذا هدف فتفاض إسرائيلي يسمح لإسرائيل بالاستمرار والتجاوز إلى ما لا نهاية في انتظار القضاء على حماس نحن طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وعلى الرؤية الشاملة أو توضيح الرؤية الشاملة اللي أمي بها مصر خلال الفترة الأخيرة شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجي شكرا 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 شايدين في واصل سريع نرجع نكمل مع حضرتكم بأي فقراتنا في سباح الخير للمصر نصبح على حضرتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ نشرتنا مع النادي الأهلي اللي حصل بطولة السوبر المصري للمرة لأربعة تشر بعد محقق فوز درامي على مودرن فيوتشر بنتيجة أربعة اتنين في نهاية بطولة كأس السوبر المصري في المباراة اللي جامعتهم باستاذ محمد بن زايد بالإمارات وسجل ربعية الأهلي كهرباء وحسين الشحات ومودست وكريم فؤاد مودرن فيوتشر سجل فيه عمر السعيد ومحمد محمود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفريق بيرامز حقق المركز الثالث بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على فريق سيراميكا بنتيجة خمسة أربعة في ركلات الترجيح وده عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي واحد واحد وده في المباراة اللي جامعتهم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات لتحديد المركزين التالت والرابع لكأس السوبر المصري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ونادي ريال بيتيس الإسباني أعلن تجديد عقده مع نجم الفريق إسكو حتى عام 2027 ليواصل مسيرته مع النادي الإسباني اللي انضم ليه في المركات الصيفي الفات في صفقة انتقال حر وأعلن المدرب الوطني لمنتخب تونس جلال القادري قائمة المنتخب واللي يشارك في كأس أمم أفريقيا بكوتيفار مطلع السنة الجديدة 20-24 وشهدت القيمة غياب حنعبل أوهني بعل المكبري لاعب فريق منشستر يونيتد الإنجليزي وضمت علي معلول الظاهر الأيصر لنادي الأهلي وغياب ثنائي الزمالك حمزة المثلوسي وسيف الدين الجزيري والمدير الفني لمنتخب الكاميرون سانج أعلن عن قائمة منتخب بلاده لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 20-23 واللي هتقام خلال الفترة من 11 يناير وحتى 13 فبراير من السنة الجديدة وجاء في مقدمة القيمة أندريا أونانا حارس منشستر يونيتد فيما تم استبعاد شوبو موتينج مهاجم باين يوميونيخ والفرنسي جان لوزها جاسيت المدير الفني لمنتخب كودي فور مستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا أعلن عن القيمة النهائية اللي هيخوض بها البطولة وشاهدت القيمة غياب أزاها نجم فريق جلاتس راي التركي بالإضافة إلى إيريك بايلي مدافع بشتكاش التركي وبيتصدر القيمة هالر مهاجم بروسيا دورتموند وفوفانا لاعب النصر السعودي وآخر خبر معينا الدولي بيرش تيتاو لاعب منتخب جنوب أفريقيا ولاعب نادي الأهلي تواجد قيمة منتخبه النهائية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكودي فور مشاهدين خلصت نشرتنا الرياضية ومرة دانية هنروح لجومهانا وشازن نكمل معهم فقراتنا نشكر الكلامية شكرا جزيلا وطبعا لسه فقراتنا الرياضية مكملة مع حضراتكم بعد فوز النادي الأهلي مبارح بلقب بطولة كأس السوبر المصري الأندية الأبطال بعد فوزه على فيوتر مبارح فيه النهائي بنتيجة 4-2 كمان نادي بيرمت حقق المركز الثالث بعد ما قدر أن يفوز على سيراميكا لبترا بركلات الترجيح تفاصيل طبعا المباراتين هيكلمنا عنها دلوقتي ضفنا اللي منوارنا فيه لستوديو الأستيس طارق رمضان النواق الداري أستيس طارق سبعا خير عليك مبروك طبعا للنادي الأهلي مبروك طبعا للنادي الأهلي الظهور بهذا الشكل لكن جماهير نادي الأهلي ما كانتش موسوط هل بقى حدا كنت متوقع هذا السيناريو انحنا نوصل لمية وعشرين دقيقة وأداء نادي الأهلي خلال فترات المباراة كان عامل ازاي؟ لا يا مش حكايت توقع بس انت بتلعب ماتش نهائي فيوتشار فرقة كويسة جدا متميزة النادي الأهلي تفوق في الشيط الأولاني هتحزن نفس التشكيلة اللي لايب بها نادي الأهلي دي لايب بها ماتش تحد جدا مع بعض التفاصيل يعني عدا موجود الشيناوي وجود مصطفى شبير الأداء نفسه بنفس الشكل فانت مستمر في أدائك أكتر من ستين دقيقة بشكل جيد ومتفوق لكن في كرة القدم ما تتوقعش ان انت بتنهي المباراة لما جات لك فرص ازاي ان انت تتزاود النتيجة وفيوتشار رجع بخطائين او نقدر نقول خطأ يعني ان هو بيستقبل كرة بهذا الشكل فبيغلط فقدامه مواجم كويس عمر السعيد أفضل بكتير في فيوتشار من مروان موحسن وأفضل بكتير من أحمد عاطف عشان كده يعني هتلاحز ان قوت عمر السعيد في الجاري أكبر من الاتنين التانين فقدر ان هو يتصدل الكرة وما يرتكبش أخطاء ويحرز هذا في الأول ثم محمد محمود بالتزديدة اللي هي دايما بتيجي بنفس الشكل برضو لعدم الضغط على اللاعب أو عدم عمل بلوكة بسي غيرت اتجاهها حتى لو غيرت اتجاهها انت هتلاحز ان هي راح في نفس اتجاه حرس المر برضو دي قلت خبرة من يعني مصطفى شمير معزور لانه ما خدش خبرة كتير ما بيشاركش كتير فما بيجيله لقطات او كور في حق يعني في أماكن محددة هو بيتصرف فيها لانه لو بيشارك كان مش هيعمل الخطأ الاولاني او هيتصدى لكورة تانية بشكل لان احنا لومنا الشي ناوي في كورة من الكورة بتاع سندوند انه هو ما مدش ايده زيادة عشان الكورة تيجي في نفس التزديدة من نفس المكان ده تقريبا او يمكن كورة مختفعة شواء لكن في مجمع للنهاية انت بتلعب قدام فريق كويس اتنين الاهلي لازم يقسم المباراة لانه فريق مجهد فريق خمس ماتشاط قوية جدا اعمل معه بشكل كويس صحيح جهاز الطبي لنادي الاهلي برضو اعمل مع الموقف بشكل كويس لكن ما تقدرش الطالب النادي الاهلي ان هو يفضل يضغط على الفرقة المنافسة بتاعته طوال تسعين دقيقة هو قدر ان هو يحقق اهدافه جابه نين حتى كورة القدم بتتحمل اي حاجة وانت بتلعب قدام فريق برضو كبير ومعه مدرب وبيقدر يغير تركيبة الفرقة عمل تعديلات في فرقته عنده اتنين لعيبة كويسين جدا افارقة جوما اللي هو كان مهدد قوي للنادي الاهلي اول منزل فبالتالي انت امام ماتش نهائي حلو جدا فيه جمهور كويس جدا لكن حققت هدفك من المباراة حققت اهم هدف الحقق هو كولر امبارح مودست انه انت اكتشفت اللي احنا بنتكلم عليه من زمان جدا انه مودست ما نشه لعب رجلين يعني ما تدلوش كورة على الارض يجيله كورة عرضية على ارتفاع معين بيلعب بدموقع فيه مهاجم انت خصوصه ده بس اه بيبقى فيه مهاجمين اللي احنا دايما بنسمونه مهاجم الكلاسيكي اللي هو كل وظيفته داخل الصندوق انت مش عايز حاجة انت عايزه بس يوسع لللي جايين من الخلف وينتاز الفرص اللي تتاح لي ويكون مزبوطة علي معلول امبارح رفع له الكورة المزبوطة اللي احنا من ساعة ما جاء دي نقطة تانية دي بقى فكرة التناغم بين اللعيبة ومعرفة قدرات بعض دي طبعا دي بردو مهمة بس السؤالي بقى عليك وحدك تتكلم مش تصري انه فيوتشر مبارح صحح اللي وانا فهمت كلابك بردو غلط او صح يعني هل فيوتشر حقق الهدفين دول مش عشان فيوتشر قادر ان هو او لعبته تستاهل ان هي تحرز هدفين او تحرز هدفين امام الاهلي وكل ده الهدفين دول جنب سوى بخطأ من مصطفى شبير ولا لا كانوا هدفين مستحقين طيب بصي دايما الاهداف بتيجي نتيجة اخطاء يعني اهداف مش دايما لا اي اهداف بتيجي نتيجة اخطاء من المدافعين او حرص المرم اي هدف عدم تمركز كويس عدم سيطرة على الكرة بشكل كويس المهاجم سبأك بخطوة دي كلها بتبقى في مفرطات كرة القدر لكن بتيجي نتيجة ايه اجتهاد واجمل بتتعامل وضغط على المنافس حتى يرتكب الخطأ يعني العابة فوتشار مبارح لو ما جابوش الجوني الاولاني كان اجيب الجوني التاني ليه لانه هو طبيعي ما فيش ضغط على محمد محمود هو بيشوت محمد عبد منع حاب يسند على مصطفى شبير مصطفى شبير فكر غلط يعني التفكير هنا برضو ده عمل الشناوي قبل كده يعني نفس المشهد ده محمد عبد منع برجاله الكرة اخده الكرة ناحية اليمين كان مهاجم برامد زجاي امخاطف الكرة وحطيتها جوني كل حراس العالم ومدافعين العالم بيعملوا القصة دي قدرة المهاجم هنا بقى هي اللي بيبان انا اقدر استغل الخطأ بتاعك ولا ما اقدرش المشهد ده لو كانه احمد عاطف موجود فيه ما كانش عاديش جون لانه ما بيضغطش كويس المشهد حضرتك بصيتي لو بصيتي على احمد عاطف مهاجم فيوتشر امبارا اكتر من كورف اكتر من موقف كان ممكن يتصرف فيها بشكل تاني يشكل خطورة على مرمى الالي ما عملهاش فبالتالي هنا قدرة المهاجم اللي هو عمر السعيد انه ضغط على مصطفى شبير لغاية ما غلطه محمد محمود بص على المشهد انا اقول لك سألت السؤال ده ليه سألت السؤال ده اللي حاجتي اولا انه فكرة انه تحميل الخطأ على مصطفى شبير فقط انه الهدفين دوله بسبب مصطفى شبير ده من جانب ومن جانب اخر انه لا لو فيه لابة حلوة تلعبت ان كان من عمر السعيد حتى لو قدر ان هو يضغط او قدر ان هو حتى يجبر لقدامه ان هو يرتكب خطأ فيبقى هدف مصطفى هتلاحظ ان انا قلت ان عمر السعيد قدراته اكتر من محمد عاطف فقدراته ان هو ضغط على حرص المرمى وانتهز فرصة الخطأ وهي ده تفكير المهاجم بيختلف عن تفكير المهاجم لكن في النهاية ناتج ايه الهدف نتيجة ايه ان محمد عبد منام سند على مصطفى مصطفى فكر بطريقة تانية لانه هو انت عارف لو هو وقف وفكر صح ودي نقص الخبرة كان رجحها لعبد منام تاني يعني ببساطة انا برجحها انت بترجحها لي انا برجحها لي عشان نفك ضغط بتاع المهاجم اللي علي لكن ما خدها ناحية اليمين وكرة طولت بتطول ملي صحيح طولة ملي هنا قدرة المهاجم بقى تفكير المهاجم السريع ان هو ايه تصدل الكرة ده بيبقى ناتج خطأ الحارس او خطأ المدافع مع قدرات تفكير المهاجم ودي كلها هتلاحظ كل اللي جوانه كده مدافع بتمركز غلط يعني كهرباء في الجنة الاولاني طلع اكتر من المدافع سنة وحرك دماغه بشكل صحيح كأربا في المنزي جات له الكرة دي اللي هو في كاس العالم جات له نفس الكرة بس تصرف بها بطريقة ما كانش اه من ركنية كانت مرفوعة خبطت وجات له من رجل لكن ايه بنفس الكرة بس تصرف فيها بشكل تاني خلافهم تصرف فيها حسين الشحات لما استقبلوا الكرة ولعبها نفس الكرة دي برضا تلاقي جات وضعت منه فهنا بس قدرات المهاجم مع اخطاء المدفعين بينتج عنها اهداف لكن فيوتشا في الشوت التاني مختلف عن الشوت لأولين لان حانطا كلر لما سحب السلاسي الامامي يعني لما سحب حسين الشحات سحب كهربا سحب برستاو سحب ام عشور سحب اعتقد يعني ايه نزل ناس تانين ما تدعفش ما بلعفش بقى له اكتر من ثلاث اربع مطشاة فبتحصل نوع من انخلل شوية قدرات اللاعب على بل ما تتألف بقى مع بعض ويفهموا بعض هالكلور فهم الدرس ده لانه برضو بالمناسبة دول عندهم حلول فردية يعني بجانب ان وجودهم في الملعب فارق هم كمان عندهم حلول فردية مش مسألة التنسيق فقط او التناغم مع اللاعب اللي طلع اللي هي القوة الضربة بتاعهم بس هو مرهم برستاو عمل موجود كبير جدا حسين ومكاربة وامام عمل وموجود كبير جدا ولعبة مرهاقة بتلعب أساسية في كل وقت فلازم نستبدلها ولازم ندي فرصة للعبة التانية اللاعبة التانية اللي نزلت خده وقته اللي هو العشر دقائي اللي هو اللي جي فيها البنين بدأ يتراجع وفيوتشور بيضغط يعني ده الفترة اللي هم بدأوا لسه يحاولوا يتأقلموا يعني مجد عفشة لسه بياخد على الكورة آه كريم فؤاد بيجري لكن من غير هدف يعني بيجري وبياخد فرص من غير هدف مودست لسه هتلاحظ الجمهور مودست بمكان يمسكه الكورة والجمهور يبدأ يزوم عليه يعني يعني حتى لما يغلط مش عاجبه لكن قدر ان هو يستعيد نفسه بكورة علي معلول والأسيست اللي هو عمله الكريم فؤاد بدماغه فده رجع ثقة الجمهور فيه شوية كولر بقى مبسوط ان هو بدأ المواجد شوية ولا هياخد الدعم بقى من الجمهور بالظبط لانه هو انتغس فرصتين دول بقى اللي يقوله ان هيبدأ شوية بشوية هيبدأ ياخد يخش شوية بشوية مع الفرقة راهان كولر عليه جاب له نتيجة لكن في الاجمالا انت ما تقدرش تحسب كولر على فترات هبوط او تغييرات طار محمد طار كان مبارح كويس جدا بس ايه الفينش بتاعه لسه محتاج تعديل خاصة ان هو بيغير مركزه ما جابش عنده نفس العيب اللي هو يمسكوا الكورة ويلف حوالين نفس دي كلها حاجات بتتعالج في التدريبات بس فين التدريب انت كل يومين ثلاثة مطش فمتتلحقش ما بين اللي استشفاء وبنت صحيق اخطاء فبالتالي انت لك المجمل اللي هو فاز بالبطولة فاز بالتالت العلم وقصة بقى ان الاهلي كان يقدر يوصل للنهائي وفلمونزي طيب دي قدرت امبارح كولر مستفيد من مطش فلمونزي في حاجتين اللي هي التزديدات من الخارج اتنين الضغط السلاسي الاهلي كان بيعمل دايما اللي اما الضغط فردي او ضغط السلاسي على حامل الكورة اي لعب عليه مسكوا الكورة كان بيبقى واحد والتاني بيبقى وراه امبارح هتلاحظ اي لعب من فيوتش مسكوا الكورة اتنين بيروحوله او تلاتة بيروحوله ده لو لو رجعت مطش فلمونزي هتلاقيه اللاعب الفلمونزي كان بيعمله بالشكل ده لو ضغط السلاسي على طول عشان يديلك ما يديلكش فرصة تلعب الكورة فبالتالي انا ماقدرش اقول لك مطش سهل جدا لا مافيش مطش سهل جدا اديني امارة ان مطش فلمونزي سهل جدا انت ضيعت فرص ضيعت فرص محدش يقدر يتكلم في دي بس هما برضو ضيعت فرص اللي هي الكورة اللي جات في العرضة فبالتالي انت بتلعب برضو مع فريق قوي وفريق كبير اقول لي اعمار احنا ماحسناش بالاعمار فمافيش حاجة اسمها مطش سهل ومطش صعب كل المطشات بالنسبة لك متعرض صعبة وكل مطشات الفرق اللي قدامك بتحاول تاخد منك نقطها بتحاول تكسبك فبالتالي الصراع والانضباط بتاعك هو المهم نا واحنا حافظين اي مطش برورالي سهل للأسف بنخرج منه ويعني مش بقلطف النتائج بس ما علينا خلو نروح لسيراميكا كليو باترا وبيرميدز نتيجة كبيرة جدا خمسة أربعة طبعا بيرميدز فاز على سيراميكا كليو باترا نتيجة خمسة أربعة نتيجة كبيرة خاصاتك كمان النتيجةSA تحتحت برقيالات التراجيح كانت النتيجة كانت واحد واحد ت judبط سيراميكا تفوق لأول واحد سفر والبعدين جيت عادة البيرميدز واصلت ضربات الترجيح ضربات الترجيح دايماً بترضي الفريقين لأنه ممكن ما تقدرشت الكلمة فيها قبلها برامز عامل مرس مع فيوتشر أكثر من 17 أو 18 ضربة ترجيح وفاز فيوتشر بضربات الترجيح لكن الأداء ما بين الفريقين يعني سيراميكا مضيع جوان ما تضعش يعني مثلا كرة أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان لو كان بس زق الكرة بطرف الزباع أو بسن الجزمة زي ما بنقول أو خلاها تمشي لوحدها الكرة دي جون لكن هو حاول أنه هو يدخنها أو يضمنها أوي فشطها ودي ما تتشطش يعني هنا برضو اللي احنا بنتكلم عليه التفكير المهاجب أنا الكرة دي مربع مفتوح بالنسبالي هقدر أشطها ولا أقدر أسندها هو ده ما شطها الكرة رحط لعرضها لكن لو سندها الكرة فتكسب المباراة زي جومة في الكرة بتاعته اللي ضاعت مع النادي الأهلي برضو هو شطها جات في رجل اللاعب رجعت لكن احنا بنتكلم أحمد ياسر ريان وضياء جون قندوسي جاب جون كويس جدا أداء سيراميكا كان أعلى من أداء بيراميز لكن في النهاية اتعلم وروحتوا لضربات الترجيح ضربات الترجيح بقى بتبقى قدرات الحارس وقدرات اللي بيسدد فسيراميكا خسر على آخر كرة فبالتالي استحق بيراميز وياخد المركز التالت لكن من ناحية الجوائز احنا عندنا كل مرضي في القصة دي يعني الاهلي 250 ألف دولار فيوتشار 150 ألف بيراميز 75 سيراميكا واخد 50 ألف فاحنا كلنا واخدين جوائز صحيح بتتفاوت لكن في النهاية احنا كلنا رجعين كسبانين من البطولة الجوائز بتاعتها ثانيا بس هي جمهوري الأهلي اللي كان موجود يا بقى دي الحاجة الوحيدة اللي لازم المنظم يبقى واخد بالو منها في النسخ القادمة يعني النسخ القادمة تبقى مختلفة انت ما تضمنش النهاردة سيراميكا يرجع ولا مش يرجع صحيح بيراميز يرجع ولا مش يرجع احنا بنتكلم على المشاركات اكتر عندية مشاركة الأهلي والزمالي فانت النسخ الجاي انا لازم اعمل حساب ده اتنظريت ان انا يبقى عندي جمهور في الملعب لازم اعمل له حساب كويس جدا وحتى النسخ اللي جاية لو فيها عنديها جمهورية أنا بقولك من دلوقتي في العالم العربي لو هتتعمل في الأمارات وده طبيعي في العالم العربي ما فيهش الأهلي وزمالك يعني حتى مع كل احترام وديتي مصر وديتي التحاد على نظرية اللي قالها الحاجة عامر إن احنا هنعمل حساب الفرق الجمهورية وديتي كل الفرق دي هي أهلي وزمالك يعني هي جمهور الجالية المصرية هناك هتلاقي أهلي هتلاقي زمالك فلازم تعمل حساب الجمهور عشان شكل الجمهور بيبقى مختلف تماما في البطولات اللي زي كده لكن في النهاية طبعا مبروك الناد الأهلي مبروك البطولة طلع بشكل كويس صحيح وده مكسب آخر يا أسوز صار بجانب طبعا الجوائز مكسب آخر الأندية أكيد اللي شاركت في هذه البطولة فكرة التجربة اللي خضوها عشان نتكلم أكتر كمان عن مباريات كاس سوبر مبارح من الإمارات معنا النقد الرياضي علي معالي الصحفي بجريد الاتحاد الإماراتية أسوز علي صباح الخير عليك صباح الخير يا فانت بقى أهلا بيك ومساعدة يوم وكل المتابعين ومشاهدين في البداية لو حدك تكلمنا عن أجواء مباريات كاس السوبر المصري في الإمارات دايما المصريين ينتظروا عندهم شغف كبير جدا لأي رياضي مصري خارج البلاد وتحديدا مثل الدول الخارج وتحديدا أكثر في الإمارات فيه شغف كبير جدا لخاصات لكرة القادمة طبعا اللي شوفنا مبارح فيه استاد محمد بن زايد كان تظاهرة رياضية جميلة بتنوم عن المصريين خارج الحدود يعشقون الرياضة ويعشقون الأندية المصرية المتوقتة زحف جماهيري منذ وقت متبكر تحديدا قبل ماتش الأهلي طبعا تحديدا عشرين كامهرية وحكات كتير كان الملعب مليئ على آخر سواء كان قبل كده برضو استاد هزع بن زايد في مدينة العين أو استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الشغف الجماهيري لمثل هذه النقرات كبير جدا يعني المسافة بين أبو ظبي مثلا وباقية الإمارات ما فيه 150 كيلو 100 كيلو أقل حاجة ومع ذلك بتجد كل الأسر المصرية كبار صغار حتى الشباب اللي جاي مثلا شغال في مكان ما جاي يتابع وشوف وشجع فرئتي وشجع لاعبته في طالما هما الجميع بيعتبرهم ضيوف عندنا أستاذ علي مبارح طبعا كان نهائي استابع تاريخي للسوبر المصري في الإمارات وكمان تم تجديد استضافة البطولة بشكلها الجديد لمدة أربع مواسم تعليق حضرتك ايه وشايف حتى يمكن أداء المشجعين المصريين وجو المباراة نفسه جو المباراة نفسه بيعمل ازاي هو فكرة السوبر كمان أنها تقام برا مصر بهذا العدد من الأندية أعتقد أنها فكرة جيدة وترحيب الإمارات كل سنة بالاستضافة يعني الإمارات بدأت الاستضافة من 2015 وأعتقد أنها فكرة جيدة جدا أجواء رائعة جدا هذا سابع سوبر وبالتالي نحن لسه في تجديد لسوبر لمرات أخرى عديدة هذا يدى حتى انطباع دايما وده متواجد حتى بعيد عن الرياضة أن الألفة والعلاقة بين الشعب المصري قيادة وشعبا والشعب الإماراتي دي حاجة متميزة جدا مش على مستوى منطقة الخليج قد يكون على مستوى العالم تقريبا يكون في دولتين بهذا التقارب الجميل السوبر طبعا بهذا النظام أنا أعتقد أنه فكرة جديدة وفكرة حديثة ولا فوائد كتير سواء على للإماراتيين نفسهم في التنظيم وللكرة المصرية بشكل عام طبعا السيد علي معالي الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية بنشكر حضرات جزيل الشكر يا فندم ومازال حدثنا مستمر مع أستاذ طارق يعني أخيرا شايف فكرة وجود أربع أندية مصرية بيلعبوا بهذا الشكل حقيقة داء مشرف من قبل أربع أندية على أرض الإمارات عودة قوية وكبيرة الأندية أخرى غير الأندية الجمهورية الأهلي والزبالك بالضبط أنت عندك تالت فرق اتعرفوا كويس جدا بالنسبة حتى للجمهور في الإمارات تنظيم على أعلى مستوى وأنا مع فكرة أن أنت حتى تنظم نهائي كاس مصري في الإمارات لأنها تعملت قبل كده كان بين الأهلي والمصري فبالتالي إحنا أمام تنظيم هو يحتاج بس تواجه الجماهيري أكتر عشان تكتمل الصورة بشكل كويس جمهور الأهلي أنقذ الموقف بشكل جميل مبارح وقبل كده فبالتالي هي الجزئية دي لكن وجودها مهم جدا والعلاقة ما بيننا وبين الإمارات علاقة قوية جدا فبكل تأكيد متواجدينك وبشكل كويس شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ طارق رمضان الناقض الرياضي شكرا شهديني أتساء صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء معرامية حمدين تفضل يرامي شكرا جمانا أتساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد مؤكدا على دعم مجلس الشيوخ لقيادة الرئيس السيسي ومسيرته الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية من جانبه بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد عهد فيها الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد دعيا الله أن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية التموحة صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء راشوان أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدواني على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للنطقة وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاثة مراحل متتلية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل النقاش بين كل الأطراف الفلسطينية وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات أن مصر لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية لافتا إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي عند ورود الردود من الأطراف المعنية استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبياتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة واستهدف الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة ووصلت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها وفي مدينة رفح جنوبا استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد المنازل في رفح بقطاع غزة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة يوم الخامس عشر من ديسمبر عندما ظنت خطأا أن استغاثتهم كانت حيلة لاستجدراكية إلى كمين وخلص جيش الاحتلال إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر وفي الخامس عشر من ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال مسئلياته عن قتل المحتجزين ثلاثة ونشر الجيش الإسرائيلي نتائج التي توصل إليها وخلص إلى أنه لم يكن هناك أي قصد خبيث في الحادث استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن قوات الاحتلال نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية ولما تعلن الوزارة عن خسائر بشرية أمر الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في منورة دفاعية ردا على إرسال بريطانيا سفينة حربية إلى المياه قبالة جويانا وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ عملية عسكرية ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلاده على حد وصفه وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحول مصار سفينة HMS 30 إلى جويانا في ظل نزاعي بين الدولة الوقاعة في أمريكا الجنوبية وبنزولا المجاورة بشأن منطقة إيسيبكو الغنية بالنفط رياضيا أتوج الأهلي ببطولة كأس سوبر المحلي لمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على مودرن فيوتشر في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما باستاذ محمد بن زيد بدولة الإمارات وأتقدم الأهلي بثنائية نظيفة عن طريق كهرباء وحسين الشحات قبل أن يعود مودرن فيوتشر للقاء ويدرك التعادل عن طريق كل من عمر أسعيد ومحمد محمود لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل هدفين مقابل هدفين ويلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين الذين نجح الأهلي خلالهما في تسجيل هدفين عن طريق كل من مودست وكريم فؤاد ليحسم اللقب لصالحه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال بقية فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل أهلا بحضرتكم في الأيام الأخيرة من عام 20-23 كان في أحداث كتير جدا سياسية وثقافية وعالمية كان فيها الشرق الأوسط في بؤرة الاهتمام في وسائل الإعلام العالمية عشان كده لينا بشكل يومي قراءة في حصاد العام وأهم الأخبار خلال الأيام الأخيرة والدور كمان اللي بتلعبه مصر لوقف الأدوان على قطع غزة خلينا نروح مع حضرتكم في قراءة عام كتبته الصحف العالمية عن دور المصري معنا على التليفون الكاتب الصحفي طارق السلوطي مدير تحرير صحيفة الأهرام صباح الخير يا حضرتك يا فندم بعد التحية هنبدأ مع حضرتك من البي بي سي وتحت عنوان أحداث شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشبال أفريقيا في 20-23 واللي بيرصد أبرز مشاهد الشرق الأوسط من أحداث خلال عام وهو عام الحقيقة كان مليئ بالأحداث لو حضرتك تحدثنا عن التفاصيل يا فندم صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين أولاً الألام الدولي اهتمت كثيراً بالأحداث في الشرق الأوسط وأبرز هذه الأحداث كانت الحرب الإسرائية الغشمة على غزة وأيضاً ألقى الضوء بشكل كبير جداً على تطورات هذه الأحداث والبي بي سي وغيرها من المواقع الإلكترونية ومسائل الإعلام المختلفة جاءت في سياق كيف تعاملت مع هذا الحدث وأبرزت بشكل كبير جداً البهود المصرية منذ بداية الحدث حتى اللحظات الأخيرة التي نتحدث فيها الآن سواء الطرح المصري أو البهود التي جزلت من خلال قمة القاهرة للسلام التي قاطعها خامد رئيس عبد الفتاح السيسي والاتصالات المكسفة مع كافة قادة دول العالم أيضاً أبرزت الوسائل الإعلام العالمية البي بي سي وسكاين نيوز عربية وسي نينو وغيرها من هذه المواقع المشاهد العنف والقتل والتدمير الغير مسبوكة الذي قطته الآلة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة محو كامل المباني تدمير شامل البنية التحتية قطل ممنهج للأطفال الفلسطينيين وكبار السن والسيدات وغيرهم وسائل الإعلام العالمية رغم أن الإعلام الدولي في بداية الأحداث كان منحزة الجانب الإسرائيلي لأنه بدأ يدرك هذا الخطأ في بعض وسائل الإعلام وغير من توجهه وبدأ يرصده بشكل واضح حقيقة الأمور ويرى بشعة الجرمة الذي ارتكبته وترتكبه حتى الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تتورع ولا تحترم كونين دولية ولا موصيكة وغيرها وسائل الإعلام الدولية أبرزت أيضاً ما تقوم به مصر على معبر رفح وعلى الحدود مع قطاع غزة المحتل من جهود مكسفة في عمليات إصال المساعدات وما تقوم به مصر من عمليات ضبط النفس في التعامل مع هانزة الموقف لأن مصر الطرف مباشر وأصيل في هذه القضية بكل تأكيد يا سيستاري طيب لو رحنا مع حضرتك لسي أن أن واللي تكلمت عن أبرز ما بحث عنه العالم على محرك البحث جوجل والحرب على قطاع غزة إيه القيمة وإيه دلاليات البحث عن الحرب العالمية في واقع الأمر أن عمليات البحث عندما تمشيل عليها سي أن إن وهي القنوات الرائلة على مستوى العالم وتأكد أن محرك البحث تسطره قضية الفلسطينية والحرب الإسرائية الغشمة على قطاع غزة هذا الجلو وشكل واضح على أن هناك تحرك حقيقي في الضمير الإنساني العالمي وتحرك واضح من على المستوى الشعبي وبحث كبير من القطاع العالمي على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود مختلفة على المستوى الشعبي وإن كانت الجهود الرسمية والدولية داخل مؤسسات الدولية المختلفة غزلت وبشكل كبير الإنسانية وإنما هذا البحث الكبير سواء عن عدد الشهداء عدد القتلى من الأطفال كيفية تعامل الشعب الفلسطيني في غزة وما يحدث من عمليات تجوية ومشاهد صادمة للعالم لم يعتد عليها من قبل مشاهد الأطفال التي تبحث عن لكمة ده في أقوام من الحطام والركام مشاهد الأطفال المشرضة مشاهد المستشفيات كل هذا كان يأتي في نطاق محركات البحث المختلفة على جوجل وغيرها كل هذا يشيره بشكل واضح إلى الاهتمام التولي الكبير بهذا الحدث العالمي خلينا نختمع حضرتك وبتفاصيل مقترح مصري جديد لإنهاء الصراع في غزة سيئا أنت تحدثت عن هذا المقترح يا فندم لو تعرفنا على التفاصيل أولا هذا المقترح أيضا جزء من الجهود المصرية الدبلوموسية الكبيرة التي يقودها في خامة رئيسات الفتاح سيسيا على كافة المستوية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني مع قادة الدول الأوروبية مع الملك الأورطن مع مملكة العربية السعودية مع كافة الأطراف المختلفة هذا الطرح المصري هام من الغاية لأنه يأتي في إطار الجهود الإقلومية والدولية مصر عندما طرحت هذا المقترح لم تطرحه مفراغ مصر لديها رؤية واضحة وبلورة للأحداث التي تتم مصر تطرح هذا المقترح على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي وقف لتلقى النهار لمدة سبعين ثم قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة يتم خلاله تبادل الأسرة من الجانبين ثم مرحلة ثانية تشمل عملية حوار بين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لكيفية إدارة القطاع وتأمين توصيل المساعدات وأعداد الأمار ثم مرحلة ثالثة والأخيرة هي تشمل عملية وقف شامل لإطلاق النهار ووضع برورة شاملة في الموقف الحالي بما يؤدي إلى حقن الدماء وأعداد الأمار مرة أخرى في القطاع غزة المضمر وبالتالي الاهتمام الإعلامي الدولي سواء من السياق وغيرها بهذا المقترح يأتي في سياق التقدير العالمي للجهد المصري في هذه القضية شكراً لحضرتك يا فندم الكاتب الصحفي طارق السنوطي مدير تحرير صحيفة الأهرب نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر في نفس السياق الحياة الجهود المصرية الدبلوماسية لم تقتصر فقط على دورها في قطاع غزة إنما هي جهود دبلوماسية قوية قامت بيها مصر على كل الأصعيدة إن كان في قطاع غزة أو حتى في السودان الشقيق هل نهرف تفاصيل أكتر عن الجهود الدبلوماسية المصرية مع كل الأحداث الدائرة الحقيقة في محطها الإقليمي بيشرفنا الآن في ستوديو سباح خير مصر الدكتور جمال سلامة أستاذ الألوم السياسية بجماعة السويس السباح خير لحدك فننا أهلا سباح خير السباح خير دكتور أستاذ محمد وأستاذ الألومان أهلا بيكم أهلا بحضرتك في البداية زي ما كنام نتكلم يا فندم أنه مصر حقيقة لها جهود دبلوماسية كبيرة جدا ليس فقط في قطاع غزة نمو أيضا في السرين بالطبع مصر حينما تتحرك بالنسبة في دبلوماسيتها تجاه السودان هي بتعتبر السودان هي عمك استراتيجي نتيجة لروابط الأخوة وروابط التاريخية وروابط الحضرية أيضا بين مصر والسودان التي ليس فقط منذ الحكم المصر في السودان منذ عهد الفرعنة وهناك روابط وثيقة بين مصر وبين السودان وبالتالي وما زالت يعني روابط الأخوة المصرية السودانية حاضرة السودانين حينما شعروا بأن المشاكل والأزمات التي تنتاب السودان قد تطول لم يجدوا ملجأة إلا مصر ومصر احتضنت أهالينا في السودان في أراضيها وما زالت مصر بتبزل الجهود الكثيرة من أجل إيجاد حل وآخر هذه الجهود كان هناك مؤتمر الدول جوار السودان الذي عقد في يوليو الماضي وبالتالي وكان هناك نداء يتحدث عن ضرورة وحدة السودان وعن ضرورة الحفاظ عن الدولة السودانية والتأم هذا المؤتمر بحضور معظم الدول المحيطة بالسودان فبالتالي هذا ليس طرفا سياسيا حينما تتبنى مصر قضية السودان كمان يا دكتور مصر لا تسعى إلى أن تظهر في الصورة المنفاردة يعني مصر دائما لما بتعقد قمم أو مؤتمرات تعنى بأزمة ما في المنطقة أو في دول الجوار فإنها تدعو دول الجوار ودي لها دلالة كبيرة طبعا لا مصر يعني بتنتهج سياسة في دبلوماسياتها وهي الدبلوماسية الخمة والدبلوماسية المؤتمرات يعني كثير من المؤتمرات التي أثرت والتي كانت مصر بالفعل فيها حاضرة بقوة يعني برغم طبعا المشاكل والأزمات الاقتصادية التي بتعاني منها مصر لكن مصر ما زالت رقما صعبا سواء كانت في المعادلة السياسية أو حتى المعادلة الاقتصادية بما تحتويه مصر من فرص وعدة للإستثمار ومن أيضا قدرات ومن ناتج محل كبير جدا من أسواق واسعة جدا فبالتالي مصر بتعتبر برغم الأزمة الاقتصادية وبرغم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني مصر منها أو تعاني منها بعض دول النتيجة سواء لي عوامل داخلية أو عوامل خارجية لكن مصر بتتحرك بدبلوماسياتها في على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي انطلاقا من فكرة دبلوماسية القمة هي أفضل وسيلة لإقتحام المشكلات والتواصل مع العالم وعشان كده بنلاقي دول جوار السودان موجودين لما هنيجين أن نناقش أزمة في السودان فتلاقي مصر بتعقد قمة ومؤتمر لجوار السودان وأيضا لدول جوار الليبي نعم مؤتمر القاهرة للسلام كان هناك بالفعل مصر كانت بتتحدث عن وضع أزمة هي أزمة للإنسانية كلها أزمة غزة هي أزمة للإنسانية فدعت مصر أطرافا متعددة بما فيهم الأطراف الذين يتبنون الرؤية الإسرائيلية ودعتهم إلى القاهرة صحيح أن هذا المؤتمر لم يقرج ببيان مشترك نتيجة لتباين المواقف لكن في مصر نبهت وقالت أن إذا كانت مجلس الأمن أو العالم الأممي أو المنظمة الأممية اللي هي الأمم المتحدة فشلت في اتخاذ قرار أو فيه فعلينا بالفعل أن نقف عاجزين من الأشياء الجديرة بالذكرى أيضا في هذا الصدد يعني حضور مصر أو قبول مصر عضوا في منظمة البريكس وهذا بالفعل بتعتبر من أفضل النجاحات الدبلوماسية المصرية على المستوى السياسي والاقتصاد نحن نعلم جميعا أن البريكس هو منظمة سياسية أو تجمع سياسي اقتصادي يعني أصبح الآن بيضم 11 دولة بدل 5 دول كان هناك يعني أعلن في أغسطس الماضي عن قبول 6 دول منهم 3 دول عربية ومنهم وعلى رأسين مصر وبالتالي هذا تقدير يعني جيد جدا للسياسة والاقتصاد المصر أيضا أنا ما زلت مصرا على الاقتصاد المصري فيه فرص واعدة برغم طبعا يعني الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الفرض في الوقت الحالي لكن قبول مصر في هذا التجمع الاقتصادي السياسي في حد ذاته ده دليل أو إشارة على أن الاقتصاد المصري يعني يمكن أن يتعافى أو يمكن أن يكون رقما يعني كبيرا جدا في معدد الاقتصاد دول البريكس بتضم 3.8 من 10 مليار مواطن أو نسمة يعني إحنا بنتحدث عن نصف سكان العالم تحدث عن 31% من اقتصاد العالم أنه حجم الناتج المحلي العالمي أيضا هو يعني بتستحوز عليه تجمع البريكس بعد انضمام الست دول اللي احنا بنعني بها فبتالي أيضا ده بيعتبر نجاح للديبلوماسية المصرية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصاد نهيك طبعا عن كثير من المؤتمرات سواء كان المؤتمر يعني مصري نجحت أيضا في تنظيم أعتقد مؤتمر المناخ سنة 2022 في العام الماضي في نوفمبر الماضي وهذا أيضا كان إشادة بأجواء الأمن وقدرة مصر بالفعل على أن تجمع مثل هذا التجمع نحن نتحدث عن 197 دولة ومندوبة حضرة إلى هذا المؤتمر في شرم الشيخ كثير أيضا من منظمات النشطاء في مجال البيئة حضروا هذا بصفاتهم سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية فبالتالي مصر تنتهج هذه الدبلوماسية سواء كانت دبلوماسية القمة أو دبلوماسية المؤتمرات دكتور جمال ونحن نتكلم عن تنظيم مصر لهذه المؤتمرات أو حتى هذه القمة العالمية إن كان زي الأمثلة التي ذكرتها دول جوار السودان أو دول جوار ليبيا أو حتى مؤتمر أو قمة قاهرة للسلام إن كان لحل صراع أو إن كان حتى لإيجاد مشاكل إفريقيا كمان تحديدا دي تطلب قوة دبلوماسية قوية عشان تقدر أن تجمع كل قادة هذه الدول عندك في مكان واحد وتحت سقف واحد شايف حضرتك السياسة الخارجية المصرية وقوة الدبلوماسية المصرية مؤخرا تحركاتها حضرتك شايفها إزاي هي تحركات بتنبع أيضا من مكانة مصر مكانة مصر ومكانة کیادتها السياسية لا تنسى أن الرئيس يحظى باحترام وفقه عالمي على المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي وهذا ومن السياسة الخارجية المتوازنة التي بتأخذ بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام وحدة الدولة سواء كانت الدولة الموجودة القائمة أو الدولة التي تفككت وتحتاج دي محددات السياسة الخارجية المصري دي محددات السياسة الخارجية المصري وهذا ما يجعل مصر لم تتورط في أي دماء عربية حتى الآن أو أي دماء إقليمية أو حتى على مستويات خارج الإقليمية فهذا أيضا بيمنح الدور المصري دور زاد ثقل مصر أيضا بتتخذ مكانتها الدولية من مكانتها الحضارية والتاريخية وأيضا من ثقل قوتها أيضا لا ننسى ثقل قوتها العسكرية مصر أيضا دولة من أقوى الجيوش التي يحسب لها حساب سواء كانت في مصر حينما تتحدث أيضا إلى العالم بتتحدث أيضا وفي ظلها الجيش المصري العظيم وبالتالي كل هذه العوامل كلها بتجعل الدبلوماسية المصرية ثقل ومكانة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي مصر أيضا يمكن أن نتحدث عن فكرة التنصيق الثنائي والثلاسي بين مصر وبين مجموعة منطقة من الدول سواء كنا نتحدث عن سقل مصر مثلا التعاون بين مصر والأردن والعراق في إطار الاقتصادي مع مجلس التعاون الخليجي منتدى شرق المتوسط غاز شرق المتوسط بين مصر وكبرس واليونان كل هذه محاور منطقة استطاعت مصر بالفعل أن تخرج أو أن تفتح أفاق جديدة لسياساتها القارجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي مصر دائما كانت موجودة داخل القارة الأفريقية والفترة من الفترات غاب الوجود المصري لكن خلال الكم سنة اللي فاته بدأنا نشوف تواجد مصر كبير من بعد حتى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ومبادرة إسكات البنادق ومبادرة حماية مخاطر أو صناديق حماية مخاطر الاستثمار بالنسبة طبعا للمستثمرين في القارة السمراء الوجود المصري بشكل عام الدبلوماسي في القارة الأفريقية هل تشايفه عامل إزاي؟ مصر في دستورها تتحدث عن أنها جزء من القارة الأفريقية وبالتالي كان هناك طبعا في ستينات القارن الماضي مصر أسهمت بشكل كبير في تحرير معظم البلدان الأفريقية من الاستعمار سواء الفرنسيا أو البريطاني ثم غابت الدبلوماسية المصرية في أفريقيا بشكل ما أو بآخر نتيجة العوامل لا داعي لتعددها لكن أعتقد طبعا منذ قدوم صورة 30 يونيو وقدوم الرئيس عرفتاح السيسي يعني تفتحت أنوار السياسة أو الدبلوماسية المصرية في القارة الأفريقية مرة أخرى وبالتالي هذا تأكيد على انتماء مصر أفريقيا وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي يعني إذا لم تكن تجمعنا التحديات فلتجمعنا المصارح أو العكس صحيح إذا لم تكن تجمعنا المصارح فلتجمعنا التحديات مصر يعني حتى في مؤتمر المناخ الذي عقدته مصر كبت سبع عشر في ألفين اتنين وعشرين في نوفمبر ألفين اتنين وعشرين طالبت مصر وهذا النجاح حقيقة لأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر أن مصر طالبت بتخصيص صندوق لتعويض الخسائر والأضرار وهذه الخسائر والأضرار التي تعاني منهم دول القرى الأفريقية في المقام الأول ونجحت مصر في إنشاء هذا الصندوق بالطبع لم يتم التفعيل حتى يومنا هذا لكن كان هذا مطلبا في قمة جالاكسو في اسكتلندا في الفين واحد وعشرين السابق ولكن فشل المؤتمر في اتخاذ مثل هذا القرار مصر أصرت في مؤتمر المناخ كبت سبع عشرين على إنشاء مثل هذا التعويض وتحدثت باسم الدول النامية وتحدثت باسم أفريقيا على وجه الخصوص ونجحت في استخراق قرار بإنشاء مثل هذا الصندوق نشكر حضراء جزيلا شكرا دكتور جمال سلامة أستدر الأنم السياسية بجماعة السويس نوارتين يا فرن مشاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرة نروح بحضراتكم وراء تانية تنمية سينة ده الملف الأبرز اللي اشتغلت عليه الدولة السينين اللي فاتت وبالفعل تم تنفيذ سلسلة كبيرة جدا من المشروعات الكبرى في كل المجالات السياحية والاستثمارية والصناعية ده بهدف تنمية هذا الجزء الغالي من أرض مصر بالإضافة طبعا الاهتمام الدولة بأبنائها من أهالي سينة وحل كافة مشاكلهم طيب إيه هو تأثير الإيجابي للتنمية في سينة على المواطنين المقيمين في سينة أهمية تطوير كمال البنية التحتية هناك ده اللي هنعرفه دلوقتي فيه فقرتنا النهاردة من ضفنا لمنورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الشيخ عيسى الخرفين شيخ مشايخ شمال سينة شيخ عيسى أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك والله يا أهلا بحضرتك إحنا دائما وحنا بنتكلم في البرنامج عن أهمية التطوير في شمال سينة وأهمية المشروعات القومية اللي نفذت بالفعل في شمال سينة ومرضودها على المواطنين هناك لكن يهمنا نسمع من المواطنين هناك إيه اللي تغير عندهم إيه اللي تغير عندكم في المحافظة أولا أنا جاي النهاردة من سينة بحبل تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسة تالية وقول له كل المشايخ بولولك ألف مبروك والمشايخ كلهم معاك في كل الظروف وفي كل الأوان بس ياريت تديهم نص ساعة الاجتماع للمشايخ ثانيا موضوع التنمية موضوع التنمية في سينة حصلت طفرة غير مسبوقة قبل كده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فالعصورة السابقة إحنا كنا بنسمع بالتنمية بس على الورق أما الراجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل صدوق في حديثه وصدوق في كلامه إذا وعده بنفذ هو فذلك حاليا حاليا إيش لشوف سينة إيه قناة السويس اللي كان بنقف عليها ثلاث ساعات وارمساعة فيش دي الوقت خمس خمس دقايق لو أنك طالع طالع من الإسماعيلية على سينة وين دقايق من سينة خمس دقايق لو أنك في الإسماعيلية أنفاق بدخلت شواء حاجة رهيبة القطيعة دي اللي كانت ما بين مصر و سينة انتهت انتهت خالص الحمد لله من موضوع على أنفاق وتسهيل دخول المنتجات السينوية بسرعة خضار بردقان ومنجة وزاتون وخوخ وسريع عطول مدخل عطول هو مش زي كان بنستنى لما السفن تقف ويونس موليني الكبري عند القنطرة والفوكة تعدي شوف من الصبع العربيات وقفة غير لما تغيب الشمس والبواخرة تبطل تمشي بينو سموليني الكبري هم يعني ببعدوا 12 ساعة شوفوا الخضار اللي مقف على طريق 12 ساعة عاما من نهرية التنمية الراجل ده وضع خطة اللي تنمية سينة بسبعمية واثنين واربعين مليار رقم كبير طبعا رقم غير مسبوك احنا يا هالي سينة لما سمعنا هذا رقم ده قل الله سبعمية واثنين واربعين مليار وكان يبدأ به العمل في منطقة وسط سينة في الحاسنة وفي نخل وكان يبدأ التجمعات في الحاسنة ونخل وكان يحفر أبار المياه في الحاسنة ونخل الحاسنة ونخل دي كانت حتى أهل سينة ما بيسكنوها من عدم وجود الماء في العصور السابق دلوقتي دلوقتي ما فيش دلوقتي تأخذ بيت وتأخذ خمس فنديين مزرعين زتون ده بيتك وده أرضك يعني حاجة حلوة يعني حاجة حلوة جدا طيب هذا في في الحاسنة ونخل طيب عندنا في رفع وشخ زويد حديكت اليوم لما جانا السيد رئيس الوزراء واجتمع معنا وقعدنا معاه وتكلمنا معاه عمل 12 برضو تجمع 12 تجمع سكاني جديد وحيبدأ فيهم من واحد واحد 24 العمل والتجمعات دي هتكون شاملة متكاملة مدارس وحدات صحية بريد تلفونات فهذا كل كاملة شاملة متكاملة وحدات زد على ذلك مثلا هو عمل عندنا منطقة 104 ألف فدان استثمار هو قال الأولوية لأبناء سيناء شي جميل طبعا يتقدموا عشان يخذوا قطع أرض من دي عشان يخذ سكن ويخذوا أرض يخذ سكن ويخذوا أرض هو يعني حاجة حلوة خالص فذلك مثلا يعني أنهم زدوا على ذلك محطات المية الجديدة اللي عملوها محطات التحلية طبعا تتصور على طول حدود سيناء مع البحر الأمن المتوسط في خمس خمس محطات تحلية مية خمس محطات طيب شيخ عيسى يعني حضرتك كلمتنا عن الاستثمار وعن الزراعة وعن الإسكان وعن بنية تحتية الطرق ودي كلها طبعا يعني نقاط مهمة جدا وحيوية بالنسبة لأخوات نفسينا بس برضو حابين نعرف من حضرتك أكتر عن الصحة عن المدارس عن التعليم ما فيش تجمع غير كامل متكامل من المدارس ومن كله ما فيش هذا كلام رئيس الوزر لنا ما فيش تجمع غير كامل متكامل دي التجمعات الجديدة ولا اللي كانت موجودة قبل كده لا اللي كانت قبل كده التكفريين شلوة كلها جديد دي جديد تجمعات جديدة وبناء جديد تجمعات جديدة وبناء جديد فذلك مثلا أننا قلنا للرئيس الوزراء أننا نستطيع التنفيذ في أول سنة جديدة إن شاء الله حتى الروح ننتقل ونستلم أرض ونزرع والكل يزرع كما كان سابقا ونزل خضار ونزل فاكة بتاعته مصر ونزل كل حاجة يعني بتكون حلوة خالص طبعا زد على ذلك محطات الكهرباء اللي هم عملوها عندنا محطات الكهرباء ثلاث محطات كهرباء مغطية المحافظة كلها محافظة لا وفيها طاقة أكثر هم عملين فيها فائد يعني فيها فائد من شان التجمعات اللي حيبنوه جديد في فائد كبير فائد كبير كبير خالص في ذلك زد على ذلك الطرق طرق ما شاء الله هو كان عندنا في سينة طرجين بس طريق تابع العريش جانطرة العريش والطريق الأوسط هو ايه ست متر الطريق كان ده ست متر وده ست متر هو تعال دلوقت طيب ده كل المشروعات اللي احنا اتكلمنا فيها دي يا شيخ عيسى تشغيلها من أبناء سينة صح كده اه طبعا زي التنفذها كمان مين اللي هيقوم بتنفذها المواد الخام حتى المواد عفوا المستخدمة في عملية البناء منين من شمال من روج للتجارة في الداخل في شمال سينة أبناء سينة هم اللي بيبنوا أبناء سينة هم اللي بيعمروا اه بزبطة وهم اللي بيشتغلوا وهم اللي هيكونوا مجولين بناءهم وبيخذوا وبيسندوا ليهم أعمالوا وزي كده وهم اللي هيشغلوا مستشفيات وهم اللي هيشغلوا مدارس ان شاء الله والله ان شاء الله ان كله حيكون من أبناء سينة فلذلك اننا احنا اه بنقدم كل التحية للسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص موضوع تنمية سينة واملنا كبير ان يوافق اننا ناخد معا نصف ساعة الاجتماع بس والله سعيد فذلك زد ع ذلك اه والمشيح بلعوني حالي كمان قال قول للرئيس اذا سينة هم بيشكروا سيادتك لما اننا قلت سينة خط أحمر بشكروك وقال لي وقول للرئيس لو احتجت حاجة بتاخد ميتين الف فرد يحاربوا عن سينة ده الدور الطبيعي ده اللي احنا دايما مستنيين من ابناء سينة من ابناء سينة صحيح دايما دايما سينة وابناء سينة داعمين للدولة في كل المحن وفي كل الازمات الحمد لله والله الحمد لله والله طبعا بكل تأكيد الشيخ عيسى احنا كن ممكن على مدار السنين فاتت كتير جدا الحقيقة أهلي سينة كانوا بيعانوا من فكرة مركزية الخدمات اللي دايما موجودة في القاهرة أو حتى في المحافظات الكبرى أو في المدن الكبرى دلوقتي بقى في سينة شمال سينة تحديدا بقت الخدمات دي موجودة الخدمات كلها متوفرة في المحافظة ولا لست أهلي سينة بيحتاجوا ينزلوا لمحافظات أو مدن أخرى عشان يقدروا يؤدوا حتى أوراقهم واحتاجاتهم لبعايزنها لا لا ما فيش إحنا سينة دلوقتي بحافظة شمال سينة كاملة متكاملة من جميع الحاجات يعني سينة شمال سينة محافظة كاملة متكاملة من جميع العيات من مدارس من مستشفيات من وحدات صحية من جامعات كمان فتعوا عند لها الجامعة ووسعوها وفتعوا فيه فرع للطب وفرع للصيدلة وفرع كذا يعني بقت جامعة جامعة صحية يعني مش بس كذلك يعني حاجة حلوة خالص يعني مثلا إحنا عندما عمسا هذكت اليوم كان ليا اجتماع مع الدكتور حسن درويش اللي هو رئيس جامعة سينة راجل محترم وراجل بيقول أنا بابي مفتوح لأهل سينة كلهم بابي مفتوح لأهل سينة كلهم على سبيل المثال أنه هو أي واحد عايز حاجة ولا حاجة يجيني تمام هو زد على ذلك كمان كمان المحافظ محافظ شمال سينة هو بابه مفتوح لأي مواطن والله أننا بنذكر أنك يا شوشة راجل هو كبير في السن زي كده وربنا يعينه أنه أنا شخصيا بشفق عليه والله بشفق عليه عليه ضغط كبير ومسؤولية كبيرة ومحافظة وزي كده لكن بابه دايما مفتوح للمواطنين أي واحد يجيني ومحافظة دايما مطمع والتاريخي اللي بيقول كده مش إحنا اللي بيقول كده كله بيبقى طمعان في محافظة شمال سينة سبحان الله إزاي بقى أحدك شايف المشروعات اللي تمت دي من الممكن أن تتصدى لهذه الأطمع لا 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 المطمع ده مثلا يعني مطمع هذا أول شي هذي بتكون خط الدولة مطمع إيش مطمع مطمع حد حد بدي يطمع فينا حد بدي يخذ يعني جديد من سينة حتة لا أبدا مفيش المطمع مثلا أننا هو كلنا أننا إحنا بنصد عنه وكلنا بنقول للي جاي طمعان وإذا كده بنقوله لا ما تطمعش أنت جاي هنا أخذ بخدمة بس أخذ بخدمة بس يعني مثلا المحافظة محمد شوشة مسك المحافظة عندنا مرتين مرة في التسعينيات ومرة مرتين مرتين هو يعني مفيش واحد خدم عندنا في شمال سينة أكتر منه طيب شخيسة برضو في يعني الحقيقة ممكن زي ما حضرتك قلت في البداية في حاجات كتير قوي تم العمل عليها في شمال سينة لو هنتكلم حتى عن مثلا واحد من الأمثلة دي بحيرة مثلا البردويل كلمني عن البحيرة دي تحديدا تم تطويرها ازاي هل المحافظة استفادوا منها زي الشباب استفادوا منها طبعا طبعا محيرة البردويل الحمد لله دلوقتي بجع عندها مثلا التلاجات وقفة والسمك بتاعها ما بينزلش مصر نهائي ليه كده بقى بتحرمونا منه ليه شخيسة والله ما بينزلش مصر نهائي السمك بتاعها بيطلع على ايطاليا عطول هو مااخذ شهرة عالمية ومشكورة القوات المسلحة وسعت البوغيز وعملت البوغيز وصارت البحيرة دلوقتي ابتدي نتاج كبير خالص الحمد لله هي وابنى الدرجة السمك بتاعها محجوس كل محجوس المرج جاي بقى تجيب لي معك يا شيخيسة وفرق بكل تأكيد في حياة الصيادين فرق في حياة الصيادين يعني الانتاج الاسماء طبع طبع يا سلام يا سلام ده الصياد ده انت عارف المركب دلوقتي اللي بيستاد فيها ثمان وكم خمسة مليون إلا معا تسريح مكان متطور شبك جديد وشبك لا هم بيبكوا على الرخصة والتسريح صحيح طيب شيخ عيسى أنا كنت موجود في شمال سيناف من حوالي 4 شهور برنامج صباح الخير يا مصر كنا موجودين من هناك وعملنا حلقة كاملة من هناك من ميناء العريش من ميناء العريش الميناء كان أعمال التطوير الشغالة فيه قلنا إيه اللي تم فيه حتى الآن وده هيفرق مع أهالي سيناف طبعا الميناء هذه هي هتكون هيكون مستقبالها كبير على ما سمعنا من المخطط إن هي هيجي عليه خط سك حديد من جنوب طابة ويجي على الميناء ده مشروع كبير طبعا مشروع كبير كبير جوي والمشروع الكبير ده اللي زي ده يعني محافظة شمال سيناء مش هتقدر تغطي عمالها آه والله محافظة شمال سيناء كلها مش هتقدر تغطي المشروع ده عمالها عمالها من جنوب طابة لحد العريش فرص عمل لإنشاء المحط آه من جنوب طابة لحد العريش هو نحن برضو بنقول للريس ربنا معاه وربنا قوية لتنفيذ كل المشاريع اللي هو بيبدأ فيها والله لو نعرف أن العالم يأخذ مننا دم ونسد دين مصر لأن دي دمنا يعني أهلي سيناء طول عمرهم يعني معرفين بجدعنتهم ونخوتهم والله وحبهم لمصر دي ما فيش نقاش فيها ما فيش نقاش فيها لا لا طبعا ازاي يعني والله ما فيش نقاش فيها بنشكر حضرتك طبعا وبنتوجه بكل التحية من خلال حضرتك الأهلين في شمال سيناء شكرا جزيلا الشيخ عيسى الخطم الشيخ مشايخ شمال سيناء شكرا لحضرتك شكرا 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 كده تكون خلصت حلقة النهار دا كل ما حضرتكم على مدار 3 ساعات إن شاء الله صباح الخير يومصر يكون معاكم بكرة في نفس المعاد من 7 إلى 10 صباح الخير والسعادة على حضرتكم جميعا صباح الخير يومصر